هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا كتاب الله أشيء سواه يمذبنا كتاب الله أشيء سواه يمذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فالأعمل نحن بمنهجه هيا يعرض ألم بنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يرلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فموعدنا بإذن رب العزة والجلال في هذه المحاضرة نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الأديان الوثنية القديمة هو أثر للحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد رب العالمين هذه المحاضرة هي المحاضرة رقم 24 بداية الحديث عن الأديان الوثنية والانحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين من أيام نوح عليه السلام يعني في الخطة التي تناولنا فيها دراسة دورة كفاية الطالبين هذه الخطة تعتمد على الانحراف عن الخط المستقيم الذي خطه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يمثل الصراط الصراط الإسلام نحن عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل دينا إلا دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الأخرة الخسرين فدين الله عز وجل واحد رسالة التوحيد واحدة الحقائق اللي تتعلق بنشأة الكون الإنسانية وإن الناس مردها إلى آدم وآدم من تراب واحدة إن آدم خلق الله له زوجة من ضلع ومن آدم وزوجته ظهرت هذه الذرية واستخلفها الله عز وجل في الأرض كما استخلف آدم عليه السلام للقيام بمنهج التكليف والعبودية الممثل لرسالة الإسلام تمييز الأحكام فصط الحلال عن الحرام هذا الأمر واحد في جميع ما نزل على الأنبياء والمرسلين فالخط واحد فلما قلنا لانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوة محمد أي في أمته من انحرف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من أمة محمد ثم انحرف عنها فأظهر لنا الفرق الإسلامية اللي احنا اتكلمنا عنها وتنسب إلى الإسلام فمادة الفرق بالسبب من انحراف عن دعوة مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب للحراف عن دعوة إبراهيم الحراف عن دعوة إبراهيم أظهرت لنا اليهودية والنصرانية فاليهودية والنصرانية ما هي في الحقيقة إلا انحراف عن مين؟ عن دعوة إبراهيم عليه السلام طيب لانحراف عن دعوة نور ودعوة آدم عما قبل إبراهيم عليه السلام أظهرت لنا الأديان الوثنية لأن الأديان الوثنية كلمة دين وثني في حقائق فطرية فيه نحن الإنسان ما يقدرش أنه هو يدفعها كل واحد عاقل بيبحث عن مصدر هذا الكون مصدر وجود الإنسان فما كانش فيه تصور صحيح فبحاول يتصور أو يتلمس التصور الممكن فالتصور الممكن مثلا معلومة وصلت لكاهن المعلومة دي وصلت من بقايا دين صحيح فبنى عليها إس وأصبح الدين الدين الوثني أصلا في الحقيقة عبارة عن بعض من الحقائق اللي ممكن الإشارة إليها بعض من الأخلاق اللي ممكن الإشارة إليها اللي جاء بها الإسلام الصحيح بالإضافة إلى ما نسجه الشيطان لهم من خلال هذه الأفكار الوثنية فهنا هنتكلم في هذه المحاضرة بالذات على الانحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين ولذلك إحنا لما نتكلم على الديانات الوثنية في هذه المحاضرة حتلاقي أنه في فعلا محاولة كأنك تشعر أن أصحاب هذه الديانة يبحثون عن تلمس الطريق الحق فظلوا وبدأوا يخترعوا أشياء في أزهانهم ويعظمونها ويقدسونها ويسمونها آلهة من عند أنفسهم زي ما سيدنا يوسف قال إن هي إلا أسمون سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطة وده المنهج اللي إحنا مشينا عليه على حسب الأولوية بالنسبة للمسلم المسلم الأول يعرف اللي حوالي منه من الفرق الإسلامية اللي حرفت عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأم بعد كده إذا تسعت الدائرة يبقى لازم يعرف تاريخ اليهودية والنصرانية والمجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن زي ما بيننا في المحاضرات السالفة طيب افرض بقى أنت قدر ربنا سبحانه وتعالى أن أنت سفرت اليابان أو الصين أو الهند أو بلاد فارس على الأقل تعرف ثقافة الناس دي بيتكلموا إزاي افرض قدر ربنا أن واحد من اليابان نفسه عن طريق الإنترنت حاب يدرس الدورات العلمية فلازم نتكلم حتى على الأقل بالنسبة لعقيدتي هو أنت تعرف تتصور الناس دي بتعبد إيه وفكرها إيه وانظمها إيه بحيث على الأقل طالب العلم يعرف هذه الأمور الأساسية لأن ما فيش واحد ما يعرفش هذه الأديان ولا يعرف أفكارها أفكارها مش بس كده يا أخونا يعرف مصادر التلوث الذي يعني ورد إلينا أو وردت إلينا في الفرق الضال حتلاقي أنه خليط سوفيها مثلا خليط من مثل هذه الفلسفات الفلسفات الوافدة الجديدة زي فلسفة التنمية البشرية مصدرها إيه؟ فأنت لو دارس الأديان الوسنية حتعرف أن هذه التنمية البشرية اللي بتكلموا عنها عبارة عن خليط جاي برضو من مثل هذه الأفكار النصرانية مصدرها إيه؟ جاي منين حتعرفها مثلا من البوزية وبعض الأديان الوسنية الأخرى فهذا هو القصد منه نحن نتكلم على الأديان الوسنية صحيح قد تكون المحاضرة يعني المادة العلمية فيها شوية تقيلة أو إنجاز نحن نقول مثلا يعني عقائد ريخمة من معنى الكلمة يعني يعرف العقائد ليه يعني لا ترقى أبدا إلى قوة الإسلام وجمال الإسلام ونقال الإسلام واحترامه للعقل واحترامه للفطرة اللي احنا بنعيشها يعني أديان غريبة جدا سوف نسمع عنها فمعزرة اتحملوني في هذه المحاضرة ضرورية فأول ما سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الأديان الحديث عن الأديان الوثنية القديمة هنتكلم عن الديانة الفرعونية لأن الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ من حوالي سبع تلاف سنة قبل الميلاد يعني ممكن تتجاوز عصر إبراهيم عليه السلام فهي في الحقيقة ممكن تقول انحراف عن دعوة نوح ثم عاد وثموت طيب الديانة الفرعونية اللي هي بتمثل أقدم الديانات تقريبا اعتقدوا فيها يعني أمر غريب قارن انت بين اللي حوله دلوقتي وبين فهمك انت للحقائق الإسلامية اللي هم عايزين يعبروا عنه قالوا ان السماء والأرض جات ازاي قالوا فيه إلهي واحد اسم نوت واحد اسم شو والتان اسم تفنوت دي موجودة من خلال الدراسات اللي موجودة على آثار المصريين القدماء في الجدران والمعابد وغير ذلك والبرضيات القصص دي كلها مدون قالوا فيه إلهي هم في الحقيقة مش بتكلموا على إلهين عايزين يعرفوا التصور نشيد الكون البشرية دي هتجي منين فلازم تجي من اتنين من ذكروا ايه وانت فقالوا فيه إلهي الاولان اسمه شو والتان اسمه تفنوت شو لما تجوز تفنوت خلفوا السماء والأرض ايه رأيكم خلفوا السماء والأرض طيب والسماء جوزت الأرض فخلفوا أربعة أولا معلش ما هي حاجات مضحكة وحاجات غريبة يعني خلفوا كم ولد أربعة يبقى دلوقتي هم كأنهم بيبحثوا عن أصل نشأة السماء والأرض فقالوا اتنين آلهة أكبار الزكر وانسة شو وتفنوت وتفنوت لما تجوز شو أخي بالك إزاي وتفنوت لما تجوزت شو خلفوا السماء والأرض فالسماء والأرض لما تجوزهم خلفوا أربعة اتنين ذكور واتنين إناس الزكر الأول اسمه أوزيس أوزوريس معلش اسمه ايه؟ أوزوريس والزكر التاني اسمه ست خلي بالكم هم بيتكلموا على آلهة يعني حاجة كبيرة هو آلهة يعني قصة كلمة تصور الإله عندهم إن حاجة أكبر من وضع بشر يعني حاجة ما تتقش على وضع البشر فقولك إيه بقى إله طالما حاجة كبيرة مش قادرين تتصوره وقولك عليها إيه؟ إيه لا وطبعا ده شيرك برضو مش معنى أن كده يعني معزوري في كده يعني هو ده جايز اللي عنده وقتها لكن هو ده العقيدة الوسانية اللي دانوا بها وحاربوا من أجلها موسى عليه السلام وحاربوا الأنبياء أزوريس وست معاي يا خنا طيب وبنتين البنت الأولى اسمها إيزيس والتانية اسمها نفتيس يبقى كم الوقتي؟ أربع أزوريس وإيزيس وست ونفتيس أزوريس لما يعني كبر طبعا الإله ده كان صغير وكبر فتجوز مين إيزيس أزوريس اتجاوز معرش الأسماء شوية من أخبطها وحتلوا الأسماء كلها غريبة يعني أزوريس اتجاوز إيزيس خلفوا مين؟ حورس ولد اسم حورس طيب وست اتجاوز نفتيس بس كان سيت عقيم ما بيخلفش فعشان ما كانش بيخلف ما بيخلفش يعني بقى حاقد على مين؟ على أزوريس يعني أزوريس هو الذكر وإيزيس الأنزة وسيت ونفتيس دول اتنين برضو واحد جوز سيت راجل ونفتيس حرمة ما خلفوش فتزوج أزوريس من إيزيس وسيت من نفتيس وقد أنجبت إيزيس لأزوريس ولدا اسمه حورس طيب وسيت كان عقيم لغاية كده كويس؟ عرفنا حورس جاي منين؟ ما هون دلوقتي يشوفوا لما يكون إحنا مش فاهمين الكلام ده ومش قادرين نستوعب يعني كلمة حورس يعملوه تاميمة لدورة من الدورات الإفريقية ليه عملوه تاميمة؟ لأي ده عقيدة وسانية حجيلكوا بعد شوي وأصبح حورس وتكلم عن حورس ومحلات حورس وسياحة حورس اللي جابوا حورس واللي خلفوا حورس بقى ربنا منعنا بالإسلام فيسيبوا الإسلام وروحوا للشرك والوسانية وبعض إخوانا طبعا ما يفوتش الماتش والتاميمة بتاع حورس لازم تطلع أخي بالك إزاي؟ وحورس بقى راعي الدورة ليه هو راعي الدورة؟ هنعرف بعد شوي يعني ليه اختاروا ان حورس يبقى راعي الدورة؟ ليه عقيدة وسانية برده انتم معاولينش معايا؟ عرفت الوقتي أزوريس تتجوز مين؟ إزيس وسيد تتجوز نفتيس يبقى حورس ولد أزوريس من إزيس بعد فترة بسبب حقد سيد على أخيه اللي هو أزوريس خلي بالكواب دي شغل أهلها يعني فأيتلوا يبقى دلوقتي سيد أتى الأخاه من أزوريس هم أعزين يتكلموا على ابني آدم خلي بالكم كل واحد معه بطن أنسة وبيخلف كل آدم بيخلف ولد بنت أو ذكر أنسة وحصل بينهم تزاو وفي النهاية حصل فيه قتل لكن انت تشوفك إن المعلومات اللي هي جاية من الحقائق تسربت إليهم مشوهة أو شوهوها أو شوهها لهم إبليس وبنوا منها آلهة أو قالوا دي آلهة فأيت الأخاء وقطع جسده أربعتاشر قطع وزعها في جميع أرجاء مصر فجات إزيس ميراتو قاعدت تدور عليه لغاية ما جمعت كل القطع دي ونفخت فيها فأم صاح مين أزوريس زي ما تشوف كده في الأفلام اللي هم بيصوروها على إني دا إله ما بيموتش فلو يتلت حيقوم تاني اخبالك إزاي العقائد الوسانية اللي ما زالت حتى وقتنا هذا ناس بتروج لها على إني دي أثار وثقافة وحاجات من دي نفخت فيها الحياة فجسد أزوريس قام هذا الإله من بين الأموات لكن قرر إنه ما يعدش في الأرض ويطلع فوق في السماء على أساس أن الأرض دي وحشة مش كويسة فأزوريس سيبقى إله يحاسب أو يتلقى اللي حيموت من الأرض ويرحب به فإزوريس لما طلع فوق رحب به رهد الآلهة للآخرون وأعطوه سلطة مطلقة على عالم الأموات فصار قاضيا في العالم الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمت أيديهم في الحياة الدنيا ده الكلام ده إن أزوريس لما طلع خلاص هو اللي حتولى القضاء والحساب في الأخرة يعني يعني فكرة إنه يكون فيه أخرة ويكون فيه حساب دي عقيدة مركوزة في الفطأ بس هم مجسدوها في خلال أزوريس طلع فوق وهو اللي حيودين عالم الأموات أنتم معاهم متش معاين تابوا ست ست طبعا إله ما بيموتش فوجه الحرب بتاعته لمين لحورس ابن أزوريس لأن حورس جلس على العرش بعد إيه بعد أزوريس فصار فيه عداء بقى مستحكم بين أزوريس بين حورس اللي هو ابن أزوريس وبين ست اللي هو عمه معايا يا أخواننا اللي هو عمه ودي كلها طبعا إله فلان والإله فلان إلى غير زي إن النشاط العدواني دي اللي حصل بينهم بدأ بقى فيه جولات لا تنتهي بين إلهين إله للخير اسمه حورس وإله للشر اسمه إيه ست اعتقد المصر القديم إن الإنسان بعد الموت سيناله حقلا في إقليم ما يشبه ما هو في مصر يعني مش فيه جنة يعني أخروية لا يعني حديقة كويسة حيعيش فيها وإن فيه نيل حيمشي فيها كإن زي نيل بتاعنا بالضبط وده برضو لو أنت جدت تشوف هتلاقي نفس الأفكار بس الحقيقة اللي عندي نحن إن فيه جنة أو نهراني في الجنة نيلوا الفرات خبلك إزاي وإن فيه جنة خل هم أقولوا هيخلد لكن مش عادرين تتصور لبعدهم عن الوحي وعدم فهمهم للدين الصحي وبعدين كل واحد بيموت بيقول لك هو بيتحول إلى رب أو إله يعني الموت بيعتقد أنه هو رب أو إله أو بيتحول لعضو قائم بذاته أو كل عضو من أعضائه يتحول إلى رب بذاته ومن هنا بقى تعددت الآلهة عند المصريين بس خلي بالكم بقى عشان أقول لكم حاجة يعني الآلهة عند الخدماء المصريين تنوعت فممكن يسمي مثلا عجل زي العجل أبيس تسمعوا عن العجل أبيس عارفين أو مش عارفين إخوة مش عايزين يعرفوا حق بس العجل أبيس ده طبعا الجماعة بتوع الأصار والأخ حواس والجماعة اللي معاه عارفينه كويس جدا العجل أبيس دي يقول لك إله الخصوبة إله لخصوبة الأرض يعني العجل بيحرضوا الأرض عملوا إله للخصوب العجل أبيس وقال قرص الشمس بأشعة تنتهي بيد أدمية تمسك بمفتح الحياة ده اسم الإله آتون الإله آتون وقد عبده أخ ناتون وجعله الإله الأوح على أن برضو بشر مات وطلع فوق عن جوزوريس فرحب به فبقى هو الإله آتون واحد في الأرض ملك من الملوك اسمه أخ ناتون فأخ ناتون عبد إيه آتون إلى غير ذلك وقالوا صورة الكبش أو جعلوا صورة الكبش أو الأوزة الإله آمون ملك الآلهة ما هو أي واحد بيطلع فوق بيعتقد أنه هو إله شو بقى الآلهة تعددت كده وجعلوا كلب جالس على قاعدة شوف صورة كلب كده على قاعدة يقول لك ده الإله أنوبيس أنوبيس ده بيشتغل إيه قالوا دي اللي بيحرص الجبانة عشان ما فيش أي حد يقرب منين من الآلهة المدفونة أو الموتة اللي في الآخرة وجعلوا رجلا يعلوا رأسه تاج مكون من أربع رشات يقول لك يقول لك يقول لك الإله أنوبيس طيب طيب وجعلوا إنسانا بدون تحديد واضح لأعضاء قالوا الإله بتاح خالق الصناعات ورب الفنون وجعلوا سورة قزم صغير له سيقان مقوسة ووجهها مريع قالوا إله بس بس إله المرح والسرور وبيحمل المرح عند الولادة أنتو بتعرفوا الكلام ده تفرق إيه الكلام ده عن عقيدة الصوفية في إن المرح اللي عايزة تخلف تروح للشيخ اللي جنب البدوي وتتمرمغ عنده كم مرة كده أها نفس الأفكار الوسانية الشيطان بيديها للجماعة الفرعنة بيجيبها للصوفية بعد ما الشيخ يموت أخي بلك إزاي بتتنقل من عند الشيعة شوية بتيجي عند الأفكار الهدامة عند الأديان الوثانية اللي موجودها في الشرق نفس الفكرة بتدور على هذه الأمور وبعدين والطائر أو الإير بيجعلوه إله تحوت من تحوت دي ويقولك ده إله القمر وخلي بالك جميع الآلهة دي تحت أمر الإله مين أوزوريس اللي هو زوريس ويساعدوا الإله اللي على الأرض اللي اسمه حورص على إيه بقى عندهم ست وحورص عرفنا ست ده ولا معرفناش ست العقيم اللي ما تخلفش ده ست ده إله الظلام أو إله السلبيات وحورص إله الإجابيات إجابيات في يعني الوقت الأمر بيزيد يبقى مين اللي بيزوده حورص الأمر بينقص يبقى اللي بنقصه مين ست النيل بيزيد يبقى اللي جابه حورص النيل بينقص يبقى ست الأرض طلعت حورس المطر لما ينزل وخرب الأرض يبقى اللي جابه مين ست فحورس يبعت إله من الآلهة اللي يحارف ست من هنا ليه عشان يحوش عنه الشمس بتطلع يبقى اللي جابها حورس الظلام بيحل يبقى اللي جابه مين ست فلما يطلع الأمر يقول لك الإله مثلا اللي هو اللي اسمه الإله تحوت إله الأمر بيساعد حورس في أن يجيب نوء بالليل عشان ما يبقى الظلمة دامسة من طبل ست أخبرك إزاي وهكذا بين سجال من الإصراع وتشوف بقى كل الأشكال انت بتشوفها في المقابر بتاع الأصار زي الإله اللي اسمه بيسموه حابي حابي ده شغلته ايه بيدفع بمياه النيل وفيضانه وسمكة ولا مرة بتحمل سمكة قالوا دي الإله حات محيط حات محيط دي ربط الأسماك والإله خسنه الهائم بيسموه رب القمر يقعد يتغزل فيه بالليل وإله آخر على شكل كبش اسمه الإله خنوم يعني شوف بقى حتى تصل الإله قادش قادش دي فتاة عارية تمسك بيديها أو بيديها ظهور وثعابين وتقف فوق أسد واقف الإله مين قادش إله الحب عند الأسويين غزة ومصر حتى انك تشوف أبو الهول نفسه أبو الهول عاملينه كده على أساس أنه حامي الأهرمات أو حامي حاجة معينة أهو إله من الآله عندهم أخي بلك إزاي أدي إحنا شايفينه دلوقتي يقولك إيه من عجائب الدنيا والناس بتتغنى وإلى عقائد وثنية قال فيها يوسف عليه السلام للمصريين بصراحة يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه يقول لي مين المصريين ماذا كده مصريينهم وعقائدهم الباطلة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم فعلا أغلبهم لا يعلمون ويعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف إن الإنسان إن ما كانش يتصور العقيدة الحق لازم حيقع في العقيدة الباطلة ليه لأنه بفطرته عبد شاء أم أبا الإنسان عبد إن ما كانش عبد لله يبقى عبد الغير الله عز وجل فلما ينزل نبي أو رسول برسالة يبقى المفترض من الناس أن تفكر كويس لا تعانده ولا تحاربه ولا تستمر على هذه الضللات وللأسف إن كثير من الحكام حاولوا أن يعيدوا الناس إلى الوطنية من خلال رفعة الآثار وتسمية القنوات بمثل هذه الأمور تبعا يا أخواني زي دلوقتي مثلا في تونس أنا كنت بستغرب أمنهم يسموا قناء باسم حنى بعل حنى بعل يعني تعدمت الأسماء عندكم مش لايين اللي حنى بعل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وهم سموه بعلا لأنه صنم الأصناق فيقدسوا البعل ويسموا القناء باسم البعل لا حول ولا قوة إلا بالله يوم ما طلعت القناء دي يقول سبحان الله تذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين سبحان الله يعني حاجة عجيبة جدا ليه لأن الدعوات والنعرات الكذابة في الوطنية والقومية فملك وطنية فقدس الوطن فقدس الوطن يوم ما قدس الوطن لازم أطلع منه أطاء والأثار والأفكار اللي موجودة فيها أغلبها أثار وسنين إنما الإسلام اللي هو الدين الصافي المصفى سبحان الله تيجي تبص تلاقي بينه وبينه حجاب مش عايزين يبلوه ليه ما تعرفش قولك أي حاجة غير الإسلام نقبله طب إيه إيه دي أحكام الإسلام هم عايزين الإسلام على رغبتهم وعلى أهوائهم أو على ما يتسورون من ديمقراطياتهم أو ما شبه ذلك وهي برضو نفس الأفكار ما تغيرش أنا أقول لك كل وقت لأن الأرض لله يورف ومن يشاء من عبادي والعقبة المتقين وما فيش واحد بيحافظ على بلده وعلى أرضه إلا إذا كان بيخف ربه ويتق الله عز وجل في الآخرين إنما اللي بيقدس الأرض والله الأرض ما هتحميه ولا هتحميه وحيينهبه وحيكون اللي فيه ودي احنا شفنا العجب يعني لكن مسألة الصراع بين الخير والشر من خلال إله للخير وإله للشر نفس الفكرة دي موجودة في أغلب الأدنى الوسانية زي ما هنشوفها عند الزرداشتية المجوس عندهم إله للخير النور وإله الشر اللي هو الظلمة إله الخير وإله الشر حتى المعتزل لما تكلموا عن إن العبد بيخلق الشر وربنا بيخلق الخير أكيد أسموهم مجوس الأمة على هذا الاعتبار أفكار وسانية جاءت إليهم والشيطان طبعا عنده بنك معلومات ضخمة جبير جدا بيخزن فيه الحاجات دي كله الأفكار دي كلها بيلمها والشيطان الكبير ما بيموتش إنما الشيطان بيتجمع المعلومات هو يروح يعمل عنده يعني بنك ضخم المعلومات في أي وقت من الأولاد يقول له إحنا عملنا الفخ ذاك مين والله من سبع تلاف سنة عملنا ففلاء هاتوا جربوا معاه عنده حصيلة الفكر الهدام على مستوى البشرية والإله ست عندهم هو سيد العماء الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشر الفوضى ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء حيث يقيم في كوكب الدب الأكبر عندهم إن الشمال الشمال بيشير إلى موطن الإله ست سيد العماء والدب الأكبر إنما بظهرش اللي بالليل فساعة ما يظهر الليل يقول لك الإله إيه ست لكن لما تشرق الشمس يبقى ده كويس والخير جاي والنور وكلام مين ده يبقى إله مين حورس فربطوا حورس بالشمس وربطوا ست بالنجوم والدب الأكبر فأما ييجي بقى ظلام وبرق ومطر وضباب وبروق ورعوب قالوا دي كلها لأن ست هو اللي عمل فينا ومبهدلنا أخبالك إزاي الإله ست دي لكن حاجة لها صلة بالخصب والزراعة في ود النيل يقول لك كله جايب من عند مين من عند حورس زي من قال مطرنا بفضل الله ورحمته عندنا بالنسبة للمسلمين وده التوحيد ومن قال مطرنا بنوئه كذا وكذا برضو نفس الكلام بيكرر في الوسنيات والأفكار الباطلة طيب ده خلاصة بسيطة ومبسطة حاولنا نعرف بها بالديانة نهيه الفرعوني الغريب في الأمر أن واحد من الأسادزة أخ صديق يعني كان معنا في السعودية هناك فالمهم هو عايز يقنع الأولاد بدرس مادة الأدياء فعايز يقنع الأولاد أن القدماء المصريين كانوا بيعبدوا الإله الوحيد بيعبدوا إيه الإله الوحيد اللي يدينا الفرعوني وعبادة إخناتون والإله راع ومش عارف فالمهم يعني مسألة إقنع الناس هو إله واحد عندهم أو إله للخير أو إله للشر أو ما شبه ذلك أصل القصص اللي موجودة كلها وثنية بس هو عايز يخلي صورة مصر كويسة من خلال أن يقول للأولاد وإطنعهم بأن المصريين القدماء من غير الرسول ولا رسالة هم كده يعرفوا ربنا الوحيدهم وكانوا بيعمل مسلات عشان تشاور لربنا كده زي نحن نشاور في التشهد بالإشارة بالأسبوع واحدة فلك إزاي فأحد الإخوة يعني بقول إيه يا شيخ الله يديك فلك إزاي من الطلبة نفسهم يعني أنت عايز تقنعني أن يوسف عليه السلام كان غلطان لما قال لهم شو الأخ يعني بتكلم في إيه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فلك إزاي ما خلينا وقعي حكاية الحضارة الوسنية الموجودة هي فيها الحضارة الوسنية كون إنني مصري أنا مش بان في الكلام ده لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقني في هذه الأرض وكان الأباء الأبداد على هذه العقيدة الوسنية قبل الإسلام لكن لما جاء الإسلام كان أسرع الناس دخولا فيه ونصرة لدين الله هي مصر ولذلك مصر حتى الآن بتمثل قلب العالم الإسلام بل إن الدعوة بثقة لها تأثيرها في العالم بينطلق من مصر وأي واحد عايز يبقى له مكانة دعوية أو ما شبه ذلك بيجي من داخل مصر يعني هو يبقى من خارج مصر يجي يتعلم في مصر وبعد كده يبقى داعي يتعرف في الناس كلها إنما لو في بلد يمكن لحد يشرف عنه حاجة فسبحان الله يعني القصد إن إحنا قلنا العقاة بتاعتهم من خلال كلامهم لا نجمل ولا نحاول أن نخفي شيئا من الحقيق ننتقل إلى ديانة أخرى من الأديان اللي هي منتشرة حتى الآن الصابئة المندائية الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد ودي أحسن شوية من الديانة المصرية وهي في الأصل ديانة سماوية وإحنا بنعتبرهم دين كتابي زي اليهود والنصارى كده بيقولهم الصابئة المندائية بيقولوا إن النبي بتاعنا هو يحيى عليه السلام لكنها انحرفت عن دعوة يحيى عليه السلام على اعتبار أنه يحيى نبي ونبي ما فيش نبي الأنبياء إلا ودعا إلى توحيد الله عز وجل على شريعة أنزلها الله عز وجل له لكن يحيى وعيسى وزكريا لم يأتوا بشريعة جديدة وإنما كانوا على شريعة من؟ موسى عليه السلام فأصحابه هذه الديانة اللي اسمها الصابئة الصابئة المندائية كلمة مندائية الأول كلمة مندائية معناها إيه؟ ممكن واحد أقول لك يعني إيه؟ المندائية نسبة إلى المندة المندة اللي هي إيه؟ بركة فيها مأجاري دايما بتبقى على أطراف النهر على ضفة النهر اليمين منه اليمين منه بركة كده مثلا على يمين النهر المية بتعد عليها وتمشي فبتبقى مية صالحة للاختسال والتعمير بحيث اللي عايز يدخل في الديانة بتاعتهم لازم يعمد على طريقتهم فينزل يستحمى في المية دي في مأجاري فعشان كده سموها مندائية على اعتبار أن ده أساس عندهم في الدين إن ما كانش الشخص ييجي ينزل المندة أو في معبدهم الوقت المسمى بالمندة اللي موجود في العراق لازم موجود حتى الآن وعلى هذه الديانة ويحافظون عليها وعددهم مش إليل عدد كبير يتجاوز مليونين أو أكثر على هذه الديانة بيدخل يتعمد فيها سمية المندائية أصحابه يقدسون الكواكب والنجوم ويعزمونها ويعتبر لاتجاه نحو النجم القطبي النجم القطبي والتعمد في المياه الجارية من أهم معالم هذه الديانة التي يجيز أغلب ثقاء المسلمين أخذ الجزية من معتنقيها تعرفين هذه الديانة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزرون على اعتبار الصابئة كانت في الأصل أتباع نبي من الأنبياء ثم بعد ذلك انحرفوا عنها ومثلت ديانة وثنية موجودة حتى وقتنا الحال فإحنا عايزين نتعرف على ملامح هذه الديانة على اعتبار إن ممكن واحد فعلا راح العراق أو اختلط بهؤلاء الناس والغريب في الأمر إن فيه منهم موجودين حتى الآن موجودين في مصر وموجودين في الدول العربية لأن لهم صناعة معينة هنتكلم عنها دلوقتي فالحرفة ديتهم بيحسنوها في العالم كلها العالم كل العالم فلذلك انتشروا في البلاد فممكن تلاقي واحد مش باين عليه أنه هو يعني أنت مش عارف تمسكه ولا عارف تتعرف عليه فمن خلال كلام قالوا أو كلمة قالها تستطيعنك أنت بدرستك لهذه المادة تعرف أن ده من الصائبة المندئية فمعليش تحملونك بعض المصطلحات الغريبة لكن لازم نقول لهم امتيمية لما اتكلم عن حقيقة الصابقة قال إن الصابئة نوعا صابئة حنفاء اللي ربنا ذكر فيهم إن هؤلاء من عمل منهم صالحا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل الجنة لكن احنا نتكلم على اللهم من بعد النبع والسلام حتى وقتنا هذا وصابئة مشركوه أما الصابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا لشريعة الطورات والإنجين قبل النسخ والتحريف والتدين من اليهود والنصار وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم والثابت أن الصابئين قوم ليس لهم شريعة مأخوزة عن نبي وهم قوم من المجوس واليهود والنصار ليس لهم دين ولكنهم عرفوا الله وحده ولم يحدثوا كفرا وهم متمسكون بالإسلام المشترك اللي هو عبادة الله عز وجل وحده اللي زيدوا البرضو مش هم اللي احنا نعنيهم الصابئة المندائية اللي هنأتكلم عنهم بعد شوية ليس ما يقصدهم الشيخ السلام تيمين وهؤلاء يجيبون العدل والصدق وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إجابه وتحريم وهم يقولون لا إله إلا الله فقط ذا كلام دا بالكلم تيمين عنه في عصره وليس لهم كتاب ولا نبي لكن المتيمين يقول والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم كانوا موجودين أبو إبراهيم عليه السلام يعني مش هم أتباع يحيى كما يدعوه الصابئة المندائية بيقول اخنا أتباع يحيى لكن المتيمين يقول هم موجودين من أبو إبراهيم عليه السلام وأما الصابئة المشركون اللي هم تابع الديانات الوسانية بقى صحصهم عاية مش عايز حد يناه أنا عارف الكلام أحيانا انتقيل وقول لك أعمل جابنا الكلام دا إيه وإحنا دكتور محمود جاي صدع دمانا بس لازم تدرس الكلام دا عملك إيه يقول لك إزاي طالب علم حيدرس دراسة منهجية يبقى لازم يعرف الصابئة المندائية لازم يعرف الديانة الفرعونية لازم يعرف البرهامية لازم يعرف الكنفشوسية أديان حنعرف دي بي يعبدوا إيه وديانتهم إيه حتى من باب يعني إيه إن احنا نعرف المجمل من شرط التفصيل تفصيل أوي لو أنت مسافر مثلا للصين ولا حاجة اشتغل هناك وعايز تعرف التفاصيل في المنطقة اللي أنت فيها خذ الكتاب ووسع وقرأ كل التفاصيل وعرف كل أركان نظامهم في الحياة إيه الصابئة المشركون قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون فهم يعبدون الروحانيات العلوية أو العلوية إلى آخر ما قال الشيخ سامة تيمية لكن الصابئة المندئية زمون يدعون إن دينهم يرجع الليحية أو إلى آدم عليه السلام وأنهم ينتسبون إلى سام بن نوح ويزعمون أن يحيى عليه السلام هو نبيهم الذي أرسل إليهم كانوا يقيمون في القدس فأول نشأتهم في أول نشأتهم كانوا يقيمون في القدس وبعد ميلاد عيسى عليه السلام تردوا من فلسطين فهاجروا من القدس إلى مدينة حران حران موجود فيين؟ في العراق ولا في سوريا يعني فتأثروا هناك بمن حولهم وتأثروا بعباة الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين ومن حران هاجروا إلى موطنهم الحالي في جنوب العراق وإيران وما يزالون فيه لأنهم دلوقتي مستقرين فيين؟ في جنوب الإيران وجنوب العراق حيث يعرفون بصابئة البطائح صابئة البطائح في العراق يعرفين مكانه منهم شخص اسمه الكنزربة الكنزربة ديه؟ ده اسم الرجل الكبير بتاعهم ده المصطلح الكنزربة ديه اسمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ سام الذي كان مقيما في بغداد سنة 1969 اللي هو قائد للصابئة المندئي وهو الرئيس الروحي لهم وكان ساكن ساعة 54 في دار واقعة بجوار السفارة البريطانية في الكرخ ببغداد ليس لهم عدد من الكتب الصابئة لديهم عدد من الكتب ونحن قلنا منهمش يعني نبي معين بينتسبوا ليه غريح عليه السلام الكتب دي مدونة بلغة سامية قريبة من السريانية أول كتاب عندهم على اسم الرجل الكبير بتاعهم الكنزربة أي الكتاب العظيم ويعتقدون بأنه صحف آدم عليه السلام فيه موضوعات كثيرة بتتحدث عن نشرة العالم وتكوين العالم وإحساب الخليقة وفيه أدعية وقصص وتوجد في خزانة المتحف العراق لنسخة كاملة من هذا الكتاب طبع فيه كبه نهاج سنة 1815 وكتاب تاني عندهم اسمه دراشة إيديهية دراشة إيديهية بلغتهم معناها تعاليم يحيى دراسة يعني دراسة إيهية يعني يحيى تعاليم يحيى فيها تعاليم وحياة النبي يحيى وفيه كتاب تاني معليش أسمعه الأسماء دي غريب عليكم شوية اسمه الفلستة بتكلم عن إيه الفلستة دي بتكلم على نظام الزواج وعقد الزواج والاحتفالات والنكاح الشرعي والخطبة وكتاب صدرة إيدن شاماثة يدور حول التعميد والدفن وانتقال الروح من الجسد إلى الأرض وبعدين إلى عالم الأنوار ويبرضو موجود في المتحف العراقي نسخة من هذا الكتاب وكتب أخرى فيها قصص وسير بعض الروحانيين وكتاب سفر ملواشة سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة عن طريق علم الفلك والتنجيم وهم عندهم برضو علم الفلك والتنجيم مشتهر يعني هم كنت تلاقي واحد منجم عراقي بيتكلم فيه مسألة النجوم والكواكب والأبراج وبرجك إيه وحيحصل لك إيه وكلام من ده يكون هو نفسه منين من الصابقة المندائية بس هو طبعا ما بقولش الكلام ده أو ما بقولش أنا من الصابقة المندائية ولا حاجة أنا عراقي فأنت طبعا الكلام ده الرجل دي جيبك منين دارس الكتب دي دراسة مفصلة ويعني لها تفاصيل عندهم كتاب اسمه النيابي فيه أنشيد وأسكار دينية وعندهم كمان كتاب اسمه قاماها ذهيقل إيه قاماها ذهيقل دي دول متين سطر بتعملوا في حجاب والحجاب دي بيعتقدوا يعني أن الكاهن كان زبرة دي بيكتب له الحجاب بحيث أن يحميه يعتقدون بأن من يحمي له لا يؤثر فيه سلاح أو نار أو شيء من هذا القبيل يعني وطبعا أنتم عارفين أن المسلمين في حكاة الحجاب دي برضو شغل كله شياطين فلما يستورد قاماها ذهيقل دي اللي هو الكتاب دي المتين سطر ويكتبوه يبقى دي مبنية على أسس يعني وثنية معلومة نعم تعالوا بقى نتكلم عن طبقات رجال الدين في هذه الطائفة المسمى بالصابئة المندائية وأهم المعتقدات والطقوس اللي عندهم في العبادة من باب العلم بالشيء والعلم المثل هذه قديا صلوا على رسول الله رجل الدين عندهم يشترط فيه أن يكون سليم صحته سليمة سليم الجسم صحيح الحواس يعني الأعمى مش عندهم ما ينفعش رجل دين يكون متجوز وبينجب وغير مختوم دي صفة مين رجل الدين له كلمة نافذة في الشؤون الطائفة زي حالات الولادة والتسمية والتعميد والزواج والصلاة والذبح والجنائس يعني بيتحكم في كل حاجة في حياة الناس هنا بس عشان تعرفوا وتقرنوا وتشوفوا رحمة الإسلام ودين الإسلام أول رجبة من رتب رجال الدين عندهم رجبة الحلالي الحلالي دي أقل رجبة عندهم شغلته إيه الحلالي دي زي الشماس كده هو أصلا برضو بيسموه شماس يمشي في الجنازة ينشرف على الضبايح العامة ما يتجوش إلا واحدة بك طب لو تزوج سيب تبقى سقطة كبيرة جدا في مرتبته ويمدع من وظيفته إلا إذا تعمد هو وزوجته تلتمية وستين مرة في ماء النهر الجاء في المندق يعني غطصوه ومرته كام تلتمية وستين مرة عشان يتجوز وحده ثيب مش بك واحده والله ده كويس أوي مش كويس الحاجة نمم الردبة الثانية يعلى شوية اللي هو الحلالي دي يبقى ترميدة ترميدة ردبة من رجال بالديانة الصائبة المندقية لما يقرأ كتاب سدر انشماثة والنياني اللي هو كتاب التعميد وكتاب الأسكار لما زغرهم كويس واحفظهم ويرددهم يرقوا شوية وبقى ايه ترميدة طب الترميدة وظيفته في ايه يقولك ده بس متخصص في العقد على البنات الأبكار الله يمنش عارف يعني وحتى يقولك ايه عشان هو يتحول من حلالي ردبة يبقى رجل ايه حلالي واخد ردبة الحلالي لترميدة يعمل ايه يتعمد بالارتماء في الماء الموجود في المندق اللي البيركة دي يغتص الأول فيه وبعد كده يطلع منها يعد سبع تيام مستيقظ ما ينامش لا تغمض له عين حتى لا يحتلم يعني خايفين لو نم يحتلم ولو احتلم يبقى نيجس هيعملوا في ايه ما ينفعش يبقى ترميد شايفين النظام يعلى شوية يبقى أبيسق ايه الأبيسق قولك ده بقى الأبيسق شوية مرتبته عالية فيتحول من عقد الأبكار الى العقد على الأرامل ولا ينتقل من مرتبتي هذا بعد شوية يبقى الكنزربة بعد الأبيسق يطلع رضب يسمى الكنزربة الكنزربة ده بيبقى حافظ الكتب بتاعتهم ومفسر لهم ويجوز له ما لا يجوز لغيره وبعدين لو قتل أفراد الطائف العشاء ولا ايه طيب شوية لسه طيب الفور نتابع الرتب اللي موجودة عند الطائف الصابق المندقية أول واحد اسمه ليه الحلالي من رجال الدين عندهم لما يعلى شوية يبقى ايه ترميب يبقى بعد كده أبيسق وبعد كده الكنزربة الكنزربة يعلى شوية يبقى الريش أمة أو الريش أمة خلانا سمياك يعني رئيس الأمة صاحب الكلمة النافذة فيها ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة لأنها تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة بعد كده بيترقى إلى ربط الرباني وهذه الردبة يقولون ليست إلا ليحيى بن زكري عليه السلام بعد كده ردبة أعلى يترقى إليها السالك من رجالهم تسمى ردبة الإله ردبة الإله خلي بالك بقى بالفكرة دي فيعتقدون من حيث المبدأ بوجود الإله الخالق الواحد الأزني الذي لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق بس في الحقيقة الردبة دي تعملينها الراجل عندهم يعني فكرة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود برضو تسربت إليهم من هذا المنطلب لكن قالوا هذا الإله فيه بعد 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله زي برضو 360 أو الأعداد اللي زكرها الصوفية في الدولة الغيبية بتاعتهم في الأقطاب والأوتاد والأبدال وغير ذلك من هذه الأفكار الوثنية قالوا دول بيتحكموا في الأشياء يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار وهؤلاء يعرفون وهؤلاء يعرفون وهؤلاء يعرفون بالغيب ولكل منهم مملكة في عالم الأنوار ولو دول الأشخاص يعني مش زي بيئة الكائنات مخلوقين زيهم كده لا هم لهم حاجة خاصة بهم طب كلمة المندة عرفنا صابقة مند أي لم أقولك المندة مند يعني معبد الصابقة فيه كتبهم المقدسة بيجري فيه تعميد رجال الدين يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية له باب واحد يقابل الجنوب بحيث يستقبل الداخل اللي له النجم القطبي أو النجم الشمالي لابد من وجود قناة فيه متصلة بماء النهر والنسوان ما يدخلوش المعبد ده أبدا الرجالة بسهم اللي يدخلو الصلاة عندهم بتؤدى ثلاث مرات قبيل الشروب وعند الزوال وقبيل الغروب وده نفس صلاة الشيعة يعني الشيعة بصلوش خمس صلوات وصلوا الصبح والظهر واخر النهار وبفاكد أول هم دي صلاة من كربلاء الإبلة بتاعتهم بيتوجهوا إلى الجدي النجم هم بيحرموا الصوم قولك لا لا الصوم ده بيحرم ما أحل الله كان عندهم الصوم الكبير بيشمل الصوم عن كبار الزنوب والأخلاق الرضية والصوم الصغير يمتنعون فيه عن أكل لحم المباحة لمدة 32 يوم الطهارة الطهارة مفروضة على الذكر الأنسى بلا تمييز بيكون في الماء الحي الجاري غير المقطع والجنابة عندهم تحتاج إلى طهارة بالاختماث في الماء ثلاث دفعات مع استحضار مئة الاختسال من غير قراءة يعني والصلا يتوضى الشخص ومتجي إلى النجم القد طب واحد يقول لكم هم ما بتوضوا ليه طالما بيكتسبوا خلاص هم احتكوا بالمسلمين وحسوا بقرب منهم يعني أن عندهم مسألة الصيام والطهارة والمسلمين بيحفظوا على الطهارة على طول فلقوا أن حكاية الوضوء دي أحسن من حكاية الاختسال على طول ملك ازاي فأخذوا من المسلمين ايه مسألة الوضوء ومفسداته كمان يعني المفسدات الوضوء عندهم البول والغائط والريح ولمس الحق والنفساء ايه رأيك وشوفوا ملك ازاي السنة عندهم تلتمائة وستين يوم في اتناشر شهر وفي خمسة أيام كبيسة والراجل اللي ما يتجوش والاكملوش جنة لا في دنيا ولا في آخر مشكلة صحيح أشهر الفرق الصابئة قديما كانت أربع أصحاب الروحنيات وأصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص والحلولية الحلولية برضو فرقة من فرق الصابئة فلما نتكلم عن الحلولية أنت حتشوف أن الحلولية ومسألة وحية الوجود مشتركة في كل الأديل وسنية يعني فكرة الحلول والاتحاد اللي أتى بها الجام صفوان وأتى بها الصوفية إحنا هنا في نوعين من الحلول حلول فلسفي باعثه الفلسفة وعمل كلام وحلول باعثه المحبة والغلو فيها فالصوفية قالوا بالحلول اللي هو مبنى على المحبة في أن كل واحد من المحبين بحل محل حبيبه وحلول الفلسفي اللي جام صفوان ألفين ربنا حل في كل مكان زي الروح في الجسر طيب لم يبقى دي همنا بس المعلومة دي ناتي تقال لم يبقى من الصابئ اليوم إلا صابئة البطائح المنتشرين على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران تأثروا باليهودية والمسيحية والمجوسية لمجاورتهم لهم وتأثروا بالحرانيين الذين سكنوهم في حران عقب طرد من فلسطين طيب مواقع نفوزهم موجودة فيه كائنة على الضفاف السفلة من نهر ديبلا والفراد ويسكنون في منطقة الأهواز أو الأهوار معلش وشط العرب ويكفرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة دي كلها أماكن موجودة في العراق وقال العراق يعرفها كويس وهي موضع اقتران ديقلا بالفراد وهم موزعون على عدد من الألوية مثل الواء بغداد والحلة والديوانية والكوت وكاركوك والمصر عددهم كبير يا أخوانا مش شيء قليل يعني مش مثلا حوالي ألف ولا ألفين ولا تتلا دي عدد ضخم كما يوجد أعداد مختلفة منهم في ناصرية المنتفق والشرش ونهر الصالح والسليماني أخوانا بتوع العراق باه اللي يسمع المحاضرة منهم يعزرنا لأن الأسماء دي احنا بقولها ما سمعناش عنها كتير يا وكذلك ينتشرون في إيران وتحديدا على ضفاف نهر الكارون ويسكنون في مدن إيران الساحلية كالمحمرة وناصرية الأهواز وششتر ودسبول دي أسماء أماكن موجودة في إيران شغلتهم بيشتغلوا في الصياغة في صياغة معدن الفضة شغلتهم بس متخصصين في إيه؟ في صناعة الفضة للتزيين الحلي والأواني والساعات وتكاد هذه الصنعة تنحص فيه لأنهم يحرصون على حفظ أسرارها كما يجيدون صناعة القوارب الخشبية والحدادة وصناعة الخناجر ومهاراتهم في صياغة الفضة دفعتهم إلى الرحيل العمل في بيروت ودمشق والإسكندرية فقد يكون الخاتم اللي انت بتلبسه أو الديبلة دية اللي بتلبسها الناس الرجال منهم يعني الفضة اللي صنعها من الصابق المنديدون اهى احنا مش قد يبلنا من أي حاجة لكن احنا ومنهمش أي طموح سياسي يتقربون إلى أصحاب الديانات الأخرى بنقاط التشابه بينهم وبين الآخرين او ممكن يعني يصلي او يقول كلام كويس او يقول لا إله إلا الله ككلمة كده مثلا خلاص وانت بشو أخد بالك بس انت عشان تكشف ان هو تبع الصابق المندقية هتعرف الشخص ده من خلال المعلومات اللي احنا ذكرناها عن هذه الطائفة واظن كفاية كده قوي على الصابق المندقية ننقل انتم معايا ولا زهاتم ها انا عارف عامل ايه كده على فكرة المادة دي مادة الأديان لازم الطالب يعرف الأديان الوسانية فأحيانا طبعا الطالب بيدرسها غصبا عنه وإلا مش حينجح بلك ازاي بس احنا ندرسها من باب العلم بالثقافة الوسانية خشية ان يقع في الانسان واذا جاء انسان في سوب الاسلام بمثل هذه الأفكار الوسانية نعرف نضبطه وده اللي حيبلن ان شاء الله عز وجل في المحاضرة البعض القادمة عندما نتحدث عن حقيقة التنمية البشرية اللي وقع فيها ناس كثيرون في القنوات الفضائية وبدأوا يستضيفوا بتوع التنمية البشرية على ان دول مشايخة يعني من المصلحين في الأرض وفي حقيقة امرهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويحسبون انهم يحسنون صنعا جايبين الافكار اللي هي بتاع الأديان الوسانية دي وعجنوها ودخلوها بأسلوب جديد من خلال استجلال بايات القرآن او بعض الاحاديث والناس سدهيتهم واصبحت واحد يقول لك ده التنمية البشرية ده حاجة جميلة يا شيخ وللأسك وقع فيها كثير من الجماعات كثير من المشايخ اللي على الساحة فنسأ الله السلام نجي بقى للديانة الهندوسية البرهمية التي يعتنقها معظم الناس في الهند الهندوسية والبرهمية هي نفسها الهندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في القارة او في الهند نفسها مش القارة الهندية القارة الهندية بتقول فيها باكستان مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد تشكلت من خلال مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر والغريب في الأمر أن الهند عندها تقدم كبير جدا في مسألة الصناعات يعني الصناعات الهندية الحاجة التي تصنعها في الهند أحسن التي تصنعها في الصين معروف كده وبالرغم من ذلك أن العقائد الوسانية دي موجودة إلى أعلى رأس في دولتهم يعني أنك تلاقي رئيس الوزراء نفسه بيدين بهذه الطراهات وهذه الخرافات في عبادة البقر والجاموس والأشياء لزي كده غريبة جدا جدا واللي أعجب من كده لما تلاقي ديانة اليابان ديانة اليابان من أحط الديانات مع أن اليابان في التقدم ما حد إزايهم في مسألة الصناعات أنت عندك منتج ياباني ولك دا ياباني أصلا أخبرك إزاي سبحان الله يعني أن يكون عقدتهم بهذا الشكل وأفعالهم بالنسبة لخدمة البشرية بهذا الشكل طيب إحنا إن شاء الله عز وجل نكمل الحديث عن الهندوسية بعد صلاة العشاء بإذن رب العزة والجل الديانة الهندوسية لا يوجد لها مؤسسة معينة يعني هي تشكلت قبل الميلاد بحوالي 15 قرن من الزمن من خلال غزو الآريين قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل ميلاد وهم تقريباً اللي أسسوا هذه الديانة اللي هنعرف معالمها بعد قليل لكن كل اللي جئ بعد كده من الفاتحين للهند امتزقوا بهذه الديانة وأضافوا لها أفكار وثنية تطورت على أيدي الكهنة البراهمة اللي زعموا لأنفسهم أن في طبيعتهم عنصر إلهي وبعد كده تطورت لغاية القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين استحدثها واحد اسمه مينو شاستر قانون مينو ديت أو منو على حسب الاسم يعني اللي وضع فيها الأسس اللي استمرت من وقتها من القرن الثالث قبل الميلاد حتى عصرنا للديانة الهندوسية حد يوصل الكهرباء بتاعت لكن أهم الأفكار والكتب اللي موجودة للديانة الهندوسية من باب العلم بهذه الديانات الوسانية هم عندهم كتب عسيرة الفهم وغريبة اللغة ألفوا كتب كثيرة في شروحها أو في تلخيصها وكلها عندهم كتب مقدسة أهمها كتاب اسم كتاب الفيدة الفيدة حتى معروف من اسمها يعني فيها فيدة يعني كلمة سينسيكريتية معناها الحكمة والمعرفة الهندوسية عندهم كتاب اسم الفيدة الفيدة تعني في السينسيكريتية اللغة اللي كتبت بها الحكمة أو المعرفة وهي تصور حياة الآريين مدارج للارتقاء في الحياة العقلية من درجة السداجة العامة للشعور الفلسفي فيها أدعية تنتهي بالشك والارتياب كما أن فيها تأليها يرتقي إلى وحدة الوجود وده الشاهد اللي حايزين نقول للهندوسية بالذات على اعتبار أن الهندوسية في الحقيقة مبنية على فكر وحدة الوجود أو فكر وحدة الوجود مبنى عليها هو الصح كده أن فكر وحدة الوجود مبنى عليها أن الشخص بيرتقي إلى أن عنصره نفسه يبقى عنصر إلهي أو أنه هو نفسه بقى إلهي فالإله طلع في الشكل ده أو ظهر في هذا الشكل تتألف الفيدة من أربعة كتب فرعية عندهم كتاب اسم راجع فيدة أو رجع فيدة ومعناها الفيدة الملكية ترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد ذكر فيها أصل الكتاب الحكمة نقول لنا كتاب متوارس من عندهم من قديم ليس بس من 15 قرن أبو الميلاد فيها ذكر لإله الآلهة إله الآلهة عند الهندوسية اسمه انذار ثم لإله النار أغنى ثم الإله فارونة ثم الإله سورية إله الشمس هذه مجموعة الآلهة في الديانة الهندوسية انذار وأغنى وفارونة وسورية والكتاب الفرعي الثاني يسمى يجور فيدة يجور فيدة كتاب يتلوه الرهبان عند تقديم القرابية الأول للفيدة الملكية اللي المستوى فيها بالنسبة للناس بيصل إلى مرتبة الألوهية وبعد كده مرتبة للرهبان في يجور فيدة والتالت اسمه سم فيدة سم فيدة دي فيه أنشيد وإقامة صلوات وأدعية والرابع اسمه أثر وفيدة عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السحر والتواهم والخرافة والأساطير والشياطير وكل واحد من هذه الأربعة مقسم برضو لأربعة أجزاء وهكذا ومن كتب الأخرى أيضا كتاب اليوجا خلي بالكم اليوجا دي علشان دية حتيبة مهمة جدا لما يجنكلم على البرمجة العصبية ومسألة التنمية البشرية اليوجا بيحتوى على 64 ألف بيت ألف ابتداء من القرن السادس عبر مراحل طويلة على أيدي مجموعة من الناس فيها أمور فلسفية ولاهوتية وكذلك كتاب رمايانا ويعتني هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية في خطب لملك اسم راما جعلوه إلها وعبدوه وراما ده بيجي كتير في الثقافة الهندية سواء في أفلامهم أو مسلسلاتهم أو في الأشياء اللي بيكلموا عنها تلاقي الإله راما وتسمع برضو عن إله تاني اسم كريشنا أخبلك إزاي وإله فارما آلهة والغريب في الأمر أنها لازالت مقدسة حتى وقتنا هذا يعني مش أننا نتكلم عن حاجة وسنية قديمة لا موجودة في هذه النهار والهندوسيين إذا أكبروا الهندوسيون إذا أقبلوا على الهندوسيون إذا أقبلوا على إله من الآلهة عشان يعبدوه أعبدوه بكل جوارحين زي ما بيعمد الإله اللي اسمه كريشنا أو راما وحتى تختفي عن أعينهم كل الآلهة الأخرى اللي هي مسألة الفناء اللي بيصل إلى ما يسمى عند الصوفية بالفناء عن شهود السوى أو وجود السوى يعني مش حاسس بأي حاجة خالص وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة ويقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضر إلها يعبد زي الماء والهواء والأنهار والجبال وده كلها آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين نفس برض الوثنية اللي كانت موجودة عند المصريين القدمة لكن الغريب في الأمر بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه إن ظهر عندهم عقيدة التفليس حتى إن يمكن القول إن العقيدة النصرانية متخدة من الهندوسية مباشرة فعقيدة التفليس ظهرت في القرن التاسع قبل الميلاد يعني هي قبل عيسى بتسع قرون فلما يكون نفس الأفكار ونفس الصفات نلاقاها عند المسيحية يبقى معنى ذلك إن المسيحية خدتها من الهندوسية معا يا أخواني الكهنة الآلهة جمعت في إله واحد واحد الذات مثلة الصفات أخرج العالم من ذاته فهو برهما من حيث الوجود يبقى الإله برهما قل لك هو الذات الإلهية من حيث الوجود وفشن من حيث هو حافظ يعني له صفة إنه بيحفظ أو بيدبر يسموه فشن طب ومن ناحية وجوده في إيجاد الكائنات يسموه إيه برهما ويسموه السيفة من حيث هو مهلك يعني سيفة من حيث هو مهلك يعني يقدر ينتقم ويدمر ويقدر أنه هو يوجد الأشياء ويقدر أنه يحفظها فهذه الصفات عبارة عن ثلاث أقانيم إنجاز التعبير أو إله واحد له هذه الصفات ومن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعا أو عبد الواحد الأعلى كما يسمون ولا يوجد أي فارق بينها وهم بذلك قد فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتفليس ويلتق الهندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كالأفاعي وأنواع من الحيوانات كالقروض يعني هم بيعبدوا البقرة والأفاعي والأروض طيب لكن البقرة على وجه الخصوص من بينها جميعا تتمتع بقدسية تعلو أي قدسية السبب في كده وشمعنا البقرة يعني هي نفس العقيدة من الشخص بعد ما بيموت هم عندهم من السلمة بيموت بيعملوا في إيه بيولعوا فيه اشمعنا بولعوا فيه يعني يحرقوا وإنما كانش يتحرق يبقى أنت كده أهمت وإنه عظيمة جدا جدا واللي يحرقوا ابنه يعتقى البقى لمواد بولع فابوه بعد ما يموت لكن اشمعنا الحرق يعني ليه ما بيتفنوهش أو بيحطوه في تابوت زي النصرة أو حاجة كده يعني هم عندهم أن الشخص لما بيموت الروح بتاعته لما يهلك الجسد تماما بتصعد إلى السماء عند براهما أو كريشنا أو واحد من السلوسي اللي عندهم بيصعد إلى السماء لما يكون روحه صفية ونقية أو ما شبه ذلك أو أن جزء منها يروح يدور على مخلوق من المخلوقات النافعة فيحل فيه فعندهم على حسب التصور بتاعتهم أن أعظم حاجة ممكن تنفع الناس البقرة زي منهم مثلا الجاموسة عند الفلاح لها إيه مجبيرة قوي ممكن يحبها أكتر من عياله أنت خبالك إزاي بيحصل فعشان كده هم قالوا إحنا عايزين هتطلع الروح بسرعة فأقول لك لو سبنا الشخص يقعد فترة طويلة مائع كده مدفون وجسمه لسه موجود يبقى الروح لسه متعلقة بيه ما طلعتش أنت خبالك إزاي فعلى ما يتحلل هيخل له شهر ولا اتنين على ما عضنه يدوب فعشر سنين تمقى الروح تايها وماش هتطلع وحتلف هنا وهنا والدوخ فالحل إيه نحرقها عشان تطلع تصعودي عمودي على طول على فوق يعني شايفين الفكرة بتالحرق الجسس فكرتها إيه أن نروح لما لما يتتحرق الجسس ملاش مكان تاني غير أنها تطلع فوق أخبالك إزاي فهم كلهم الآن بيسعوا إلى حرق إيه الجسس فأحيانا تروح في زواحف أو تعبين وبعضهم بيتصور أن فعلا الروح طلعت في السماء ونزلت حلت في تعبان حلت في إيرب حلت في جاموسة حلت في أي حاجة من تبعهم لكن أعظم حاجة عندهم إيه البقرة تخيل بقى لما يكون واحد رئيس وزراء ولا حاجة وشف بقرة في السكة فينزل يسجد لها ولا يركع لها ولا يحييها وتفضل ساعتك لغاتما عربيات توقف في عربيات عدوا بقرة كده معدها في الشارع مش كيلة كل عربيات توقف لغاتما الإله يعد الغريب يعني لها تمثيل في المعابد والمنازل والميدين ولا حق الانتقال إلى أي مكان ولا يجوز للهندوك أن يمسها بأذى أو يزبح وإذا ماتت دفنت بتقص معينة تقص دينية معينة ويعتقدون أن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسم كريشنا وقد التقى فيه الإنسان بالإله حل فيه اللاهوت بالناسوت زي ما يتحدثون عن كريشنا بنفس الخصاصة اللي بتحدثوا فيها عن النصارى في مسألة عيسى عليه السلام وألهية عيسى والشيخ أبو ظهر نفسه عقد مقارنة دقيقة مظهرا التشابه العجيب أو التطابق بين عيسى عليه السلام وعقيدة النصارى وكريشنا وعقيدة من الهندوس ثم قال وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم نعم لكن الغريب في الأمر بقى في مسألة الطبقات اللي عندهم لأن الديانة الهندوسية دي ديانة غريبة جداً جداً قسمت الناس لطبقات وجعلت المجتمع الهندي مجتمع طبقي غريب في تركيبته عن سائر المجتمعات على الإطلاق أنت أحياناً لما تشوف منظر من المناظر اللي بنقلوه في ثقافتهم وقنواتهم عن الإله اللي هو مكلم عنه كريشنا أو الإله برهامة أو ما شبه ذلك فتيجي تبص تلاقي أن الإله طالع له آياد كتير فوق وآياد من نص ومش رجل واحدة يجع عشر أرجل أخي بالك إزاي وكل رجل فايجي ستين رجل ولا حاجة هو ليه التفصيلة دي ليه الإله عاملينه كده ما يخلوه شبه البناد منه وخلاص أخي بالك إزاي لا لأن عندهم ثقافة بتأثر في المجتمع نفسه فعندهم مثلاً الناس أربع طبقاء خلي بالك إخواني كم طبقة؟ أربع طبقاء الطبقة الأولى طبقة البراهمة والبراهمة في الغالب بيبقى شكلهم أبيض ما فيش فيهم لون السمار أي واحد يسود ما يبقاش من الطبقة دي البراهمة بيقولوا فيهم إيه دول ادخلهم من فم الإله برهام أو برهام يبقى الاله خليهم من إين؟ من فمهم فدول أشرف الناس فيبقى فيهم المعلم والكاهن والقابل ولهم يلجأ جميع الناس في حالات الزواج والوفاء وما فيش كربان يقدم إلا في حضرته إذن المأزون حيبقى منهم مش كده يعني دلوقتي واحد عايز تجوز فلازم يروح يبقى إيه برهامة أو واحد من البرهامة اللي هم اللي هم الكهنة دول علشان يعني يزوجهم وكده دي الطبقة الأولى الطبقة التانية اسمه الكاشتر الكاشتر بقى خلقهم الإله برهامة من زراعه فيعملوا الأزرع كثيرة على أنه خلق ناس كثيرة ودي طبقة أقل شوية من طبقة البرهامة خلقهم الإله من زراعيه دول يتعلمون يقدمون القرابين يحملون السلاح للدفاع الطبقة اللي بعد الطبقة الرقية دي الطبقة التالتة اسمه من الويش الويش خلقهم الإله من فخده يعني كل ما ينزل تحت الدرجة تبقى وطية دلهم أنهم يزرعون وبيتجرم ويجمعون المال وينفقون على المعاهد الدينية خلي بالكم الكلام ده عقيدة عندهم وده نصيبك أنت خلقت لات نفسك من الكاشر ولا من الويش ولا من البرهامة لمرهامة لكن الحاجة الغريبة بقى طبقة الشودر الشودر دي الطبقة اللي الإله برهامة خلقهم من رجليه ودول سود وهم مع الزنوج الأصليين بيشكلوا طبقة المنبوذين في المجتمع وعددهم كبير جدا جدا عملهم مقصور على خدمة الطواقف التلاتة السابقة الشريفة اللي موجودة في المجتمع يمتهنون المهن الحقيرة والقزرة ويلتق الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني خلي بالكو كمان يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى على ألا تكون زوجته من طبقة الشودر الرابعة ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى يشوف الظلم واصل غاية فين فلكن البرهمة يعمل لهم عايزين البرهمة صفوة الخلق قالها لهم يخدوا أموال عبيده أموال عبيده من الشودر ولو جاز إنهم يقتلوا يقتلوا عادي طب ولو قتل واحد لو واحد من البرهمة قتل واحد من الشودر إيه الدية بتاعته لا فيه تحلالوا شعره ولذلك تلاقي طبقة البرهمة كلهم أرع صحيح اللي بلبوا صباح مردول ويبقى أرع على طول هم أرعي ليه لأن ما فيش ولا واحد منهم اللي قتل له عشرين تلاتين من الشودر يخبرك إزاي قتلوا خلاص ديتوا إيه إحلالوا أرعى وخليه كده من غير شعر وإن استحق البرهم القتل لم يجرز للحاكم إلا أن يحلق رأسه أما غيره فيقتله واللي في العاش يعني كان فيه أحد الأخوة أنا مش عايزة أذكر اسمه وأخي فاضل دكتور كان زي منا في الجامعة الإسلامية وكان بدار اسم معنا في جامعة المدخل فهو طبعا الحمد لله مسلم بعيد عن هذه لكن الأخ دي قدر ربنا أن يتولد من طبقة الشودري فاسمه محمد كبير شودري فإيه كبير شودري دي فشودري محدش فهم معناه لكن شودري دي الطبقة الرابعة منين من المجتمع فالطبقة الرابعة لما جيه الإسلام ودخل الهند قالوا ألا دا دا دين لا يفرق بين جنس ولا لون ولا أبيض ولا أسود إلا بالطقوة فطبقة الشودري دي كلها دخل في الإسلام ولذلك الهند في الدولة الحديثة غندي يحاول أن هو يمنع هذه التقوص ويحاول يقلل الفوارق بين الطبقات لأن عقيدة وثنية باطلة ما أديرش فحكاية القتل دي بدأ يحض منها يحضر قانون دستور وكلام من دي لكن ما زالت حتى الآن تلاقي ناس اللي هم يعني أصحاب البشرى السوداء في الهند دول بيعنق أمرين ليه لأنهما من طبقة الشودري اللي هي طبقة المنبوزين دول فأغلبهم طبعا بيعش في بلده ولا بيعرف يأكل ولا يشرب وحيط حل كرب وضنك والناس اللي هي التانية عايشة في بزخ بزخ بمعنى الكلمة يعني وهو يقول لك ده نصيبك وقدرك كيف أنت تدخلقت الليلة نفسك شودري نعملك ايه يعني أخو بلك ازاي برهامة عمل يعني الولد اللي عنده عشر سنين ويكون برهامي يفوق الشودري اللي نهز المائة سنة حتى لو استاذ دكتور في جنعة ولذلك المنبوزين أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب القانون اللي وضعه مؤسس البرهامية الحديثة اللي استمرت من الثلاث قرون قبل الميلاد حتى وقتنا اللي اسم منو منو ده منك الله يا أخي أنت بغص الدين يا خارس في الهند ومن سعادة المنبوزين أن يخدموا البرهامة يعني يكونوا يشتغل خدام عنده واحد برهامة يبقى ده حاجة كبيرة أو يعني وليس لهم أجر أو سواب وإذا مد أحد المنبوزين إلى برهامي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده وإذا هم أحد من المنبوزين بمجالسة برهامي عشان يقعد بس جنبه كده ويكلمه أنتوا عارفين يعملوا في إيه؟ يكوه على إسكه إزاي تقعد مع واحد برهامي؟ يكوه على مؤخرته وإذا ادعى أحد المنبوزين أن يعلم برهاميا فإنه يسقى زيتا مغليا وكفارت خطل الكلب والقطة والضفضع والوزه والغراب زي أي راجل من طلقة المنبوزين الشودري دون وظهر بعض التحسينات في أحوال المنبوزين خوفة من استغلال أوضاعه لكن هم أغلبهم زي ما قلنا دخلوا فين؟ في الإسلام عندهم قانون اسمه القرمة في الهندسية القانون ده يعني بيسع فيه إلى إن أو يعني من المقدسات اللي عندهم أن لازم العدل يتحقق في حياتهم ولذلك ثقافيتهم كلهم حتى في تأليف القصص عندهم أن أي واحد يعمل جريمة وظلم يبقى لازم لانتقام منه لغاية ما يظهر عدل والكلام ده في الدنيا ولازم يتعقق العدل كده ده قانون القرمة وعندهم تناسخ الأرواح وعندهم قانون اسمه قانون الانطلاق أو معتقد الانطلاق ووحلة الوجود لكن وحلة الوجود أساسية عندهم في هذه المسألة يعني سنطول أكثر من كده أقول لك عندما تتخلص الرحوة تصعد يكون أمامها ثلاثة عوالم إما العالم الأعلى يسموه عالم الملائكة وإما عالم الناس مقر الآدميين بالحلول وإما عالم جهنم وهذا لمرتكب الخطايا والذنوب وما فيش جهنم واحدة لا ده عندهم جهنمات كتير قوي قوي الكلام ده برضو في الأرض مش في الأخرى لكل صاحب ذنب جهنم خاصة به الغريب في عشيتهم أن المرة اللي بتموت اللي يموت جزهة أو المرة اللي هي يعني الأرملة ما تتجوش بعد تعيشوا في الشقائن ده وتبقى موضع للإهانة والتجريح وعلى فكرة البنت هي اللي بتدي المهر للراجل هناك صحيح يعني تروح تشتغل يعني لما تقطع نفسه وتحوش اللي تقدر تحوش إذا كانت ممرضة في السعودية ولا كده علشان إيه؟ علشان تجاوز المهر بتاع رسل يا الله أنا فاكر أيام ما كنا في المستشفى في الرياض قعدت في المستشفى تلاتة أربع شهور فأغلب الممرضين الممرضات هنوت فكان فيه بنت طيبة ممرضة فكل شوية تقول أنا عايزة هدية هدية إيه؟ تقول أنا بحوش في المهر المهر مين هو اللي بدفع المهر مين طول ما هو عندنا لازم البنت تلم المهر علشان إيه؟ تديلي عريسة علشان يجاوز تقول الله لحظين حلوة والحكاية دي يعني إخواننا يحمد ربنا اللي أنت عليك النص والعروس عليها النص إن كان دوازي البنت الوقت والله مشكلة صحيح المفترض أصلا الأخ اللي يدفع كل حاجة ويجاهز بيته وياخدها من بيت أبوه ويدفع له مهر إنما اللي بيحصل الله الأب عايز ستين سبين ألف جنيه عشان يجيب العفش بتاع الجنه طيب فالمرأة اللي جزها مات أقل من مرتبة الخادم وممكن تحرأ نفسها إثر وفاة زوجها عشان تتفادى عذاب الإهانة والأعزاب المتوقع اللي هتعيش فيه وقانون الهند المعاصر حرم الكلام ده لكن برضو ما زال حتى الآن وتجيز الديانة الهندية عقد القران للأطفال حتى وهم بيحصل يعني شوف الهند الكلام ده بيعمل وجاني عندي نحن أقولك لا بعد 18 سنة 18 سنة إيه يعني حتى اللي بحطوا القوانين ما بتطبقاش على الهند يا راجل اللي هي المشركة جاني يطبقها على بلاد الإسلام طيب افرد ولد صغير عنده سنتين ثلاثة وإيه عقد قرانه على مين على عيل عنده سنتين ثلاثة فقيل ود ما تفضل البنت الصغيرة دي أم سنتين أرملت الحيات ما دي جوش وليس للفرد أهمية في القانون الهندي إلا إذا كان عضوا في جماعة وتكون هذه الجماعة عضوا في جماعة أكبر إلى غير ذلك من المعتقدات الهندوسية خلي بالكواب الغريب في الأمر أن شبه القرى الهندية قبل ما تنقسم لدولتين باكستان وإيه والهند الإسلام لما دخل الهند كثير من طبقة الشودة لدي المنبوزين دخلوا في الإسلام تخيل بقى الهنادكة الهندوسيين الهندوسيين دول بيعظموا البقر وبيعبدوها والمسلمين بيعملوا فيها إيه بيتبحوها فحصل فيه مشكل كثيرة جدا جدا أخي بلك إزاي وحاول الزعيم الهندي غندي تقلس الحدة من الطبقات بين المنبوزين بالذات لكن محاولاته كلها ذهبت أدراج الرياح حتى هو نفسه واحد من البرهمة اتلوه علشان يتخلصوا منه فجمجة معا جديدة طلعت حاول أنهما يجمعهم بين عنصري الأمة كما بقولوا الهندوس والإيه والمسلمين فجه واحد أسس ديانة أو مذهب جديد وسني برضه اسمه الديانة السيخية السيخ قال لا إسلام ولا هندوس نعمل حاجة جديدة يزوف فيها المجتمع ودي بقى لها حوالي ثلاث قرون ما زيتش عن كده وبقى لهم أساس ومجتمع وكل حال لكن برضه ما نفعتش وظلت الأمور في تفاقم إلى أن استقلت الباكستان بالمسلمين وأغلبيتهم المسلمين وإن كان فيهم برضه بعض الهندوس واستقلت الهند بالإيه بالهندوس وإن كان فيهم بعض المسلمين الباون شاسع فعلا بين المسلمين والهندوس وده كان السبب في حدوث التقسيم حيث أعلن عن قيام دولة الباكستان بجزئية الشرق الغربي والتي معظمها من المسلمين وبقى دولة هندية معظمها أو معظم سكانها هندوس والمسلمون فيها أقلية كبيرة ومشاكل بقى استمرت بين الهند وباكستان على أن هم أعداء دولة يصنعوا قنبلة زرية الباكستان صنعت قنبلة يبقى الهند تصنع ايه؟ قنبلة والهند عملت ساروخ بعيد المدى يبقى باكستان تصنع برضو ساروخ بعيد المدى حتى وهم مش لعين يأكلوا بس هي مسألة صراع بين الهند وإيه؟ والباكستان كفاية كده على الهندوسي يبقى عرفنا دلوقتي الديانة الفرعونية القديمة الصابقة المندائية ومن تانيين الهندوسية البراهمة اللي موجودين فيين؟ في الهند نجل اليابان ايه الديانة اللي في اليابان؟ وكيف ظهرت؟ الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقيت إلى الآن وده العقيدة الرسمية اللي موجودة في دولة اليابان الإله بتاعهم الإمبراطور بتاعهم الإمبراطور بتاعهم هو إله الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون طويلة ولا زالت الدين الأصيل فيها بدأت بعبادة الأرواح ثم قوة طبيعة يعني الأول أرواح حاجة غريبة مجتمع شايف أن فيه قوة عظمة بتحرك الكون هي إيه قاله الأرواح شوية قاله قوة طبيعة يعني إحنا دلوقتي بنقول الزلزال اللي حصل في اليابان بتقدير من رب العزة والجلال اللي ابتلاقي الناس في اليابان هم يقولوا لا الإله المخفي بتاع قوة طبيعة هو اللي زعلنا علينا فعمل فينا كده بعد كده تطور احترام الأجداد والزعماء والأبطال إلى عبادة الإمبراطور المسمى الميكادو إمبراطور اسمه ميكادو عمل نفسه إله وأصبح هو الإله بتاع الديانة الشنتوية واليابانيون قالوا الميكادو ده من نسل الآلهة كما يزعمون لكن ما فيش شخص معين تنسى بليه هذه الديانة هي طلعت كده مجموعة عايشين في جزر اليابان عبدوا الأرواح بعد كده عبدوا قوة الطبيعة بعد كده عبدوا الأمبراطور وأرواح الأباء والأجداد يعني فهو دين اجتماعي مر بأدوار متعددة وبيعبدوا كمان من ضمن قوة الطبيعة حكتين الشمس والرز الرز الأرز بيعبدوه أكل الغزاء الرئيسي هناك الرز ولذلك المعابد بتاع اليابانيين بتبقى موجودة في حقول الأرز لو انت شفت كده المنظر هتلاقي أن أي معبد لهم بنينوا في وسط الأقاليم الزراعية وفي الشمتوية يوقر الناس الأبداد والأسلاف من الزعماء والأبطال والملوك وده بيعمل حاجة هو كان الأصد أن يقدس الملك والأرض لدرجة العبادة عشان يغرس فيه مروح الانتماء يعني منتمل لأرضه بيدفع عنه هو بيدفع عنه لأن عقدته ودينه وانتوا عارفين الشخص يقول لك طالما هو إنسان لما لابد أن يدين إما يدين لله أو يدين لغيره أو يدين لأرضه أو ما شابه ذلك فمسألة الديانة هي فطرة موجودة في الإنسان ما رفش يدفعه فكل مولده على فطرة الإسلام أباه يهوداني أو ينصراني أو يمجلساني أو يجعلاني على الشر الشمتويون يطلقون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق الإنسان كالسماء والسلطة يعني لما يجي يحترم واحد وإنه أنت كامي كامي يعني إلهي في خصفة إلهية فالإمبراطور الميكاد يعتبر عندهم إيه كامي منزه عن العيوب النقائص والسمو به إلى درجة لا يشاركوا فيها سواها وجاء في منتشور صدر عن وزارة المعارف اليابانية سنة 1937 في دستورهم نفسه إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إله تصوروا ولا ندري كيف يجتمع هذا السخف مع التقدم العلمي في اليابان الحديث إيه رأيكم في العربيات اليابانية هي ولا الصيني تقول شتاء مش كده أشخ عادل عربية ياباني أقول لي عم ياباني إيه يقول لازم ياباني هاي طلعت اليابان الجماعة اللي صلنا والعربيات اللي بتغزوا العالم في كل مكان وعندهم شاشات التلفاز الفخمة والكبيرة والكمبيوتر والفخم الياباني اللي أنضف أنواع الأشياء دي جاي عن أناس وثنيين أي عقل هذا ينفعهم بقى صناعتهم ولا تجارتهم عندما يحاسبون أمام الحق سبحانه وتعالى هم يسمعون لكل أنواع التقنية اللي بتبعث مطش الكورة بتاع اليابان لما يلعب في السعودية اليابانيين بيشوفوا نفس التوقيع ما بشوفوش رسالة الإسلام ولا القناة الفضائية ولا عايزين يسمعوا القنوات الإسلامية ولا غيرها مش عايزين فلما ربنا حسيبهم يوم الإيامة انتوا كان لكم عقل يقولوا والله ما كان لنا عقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير تطورت الشنتوية من احترام وتوقير الأسلاف من زعماء القبائل أو الأبطال إلى عبادتهم أنا مش هكلم كتير عليها لكن في منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان مجموعة من الكهنة البوذيين من كوريا والصيح وحاول أنهم يطوروا في الديانة الشنتوية ويدخل البوذية فين؟ في اليابان وكان لهم أثر عميق في البلاط الملكي حاول ينشر البوذية لكن أخفق الشعب الياباني نفسه كان متمسك بالشنتوية أو الديانة الشنتوية لكن في القرن الثامن الميلادي استطاع راهب بوذي أن يؤثر في الشنتوية على اعتبار أن آلهتها مظاهر مجسدة لبوذة يعني دي حكى عليهم قال لهم ما قال ليها بتاعتك دي؟ هي اللي جسدت شكل بوذة فبدأ الناس يتقبلوا بوذة بوذة ده كان كاهن برضو وعملوا إله وأصبح العقيدة اللي موجودة في اليابان خليط من البوذية وإيه؟ والشنتوية ومعابد لبوذة ومعابد للشنتوية والأمور يعني عادي بقى دلوقتي اللي عايز يعبد هنا ويعبد هنا وده لقى أعياد وده لقى أعياد في اليابان بيعملوها كل سنة لكن لما حصل الثورات اللي حصلت في اليابان من اعتداءات الأجانب واحتلال الأمريكي وغير ذلك بدأ في استيقاظ الشعور القومي في اليابان فبدأوا يميلون إلى الشنتوية ونبز البوذية وخصوصا بعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية 1945 عملت السياسة الأمريكية على إبطال عبادة الإمبراطور وحاولت القضاء على الوطنية الفائقة التي تغرست الشنتوية في النفس اليابانية اللي أفرزت أثناء الحرب العالمية الفرق الانتحارية تفاكرين لما كانت اليابان بتضرب في بالهربر وموتت من الأمريكان قضوا على الأمريكان اللي خل أمريكا ضربت اليابان بالقومي الأزورية إيه إن كان الشعب الياباني الطيارين اليابان كان اللي يركب طيارته يروح من اليابان لغاية أمريكا يضرب الأمريكان بطيارة مش يضربها بساروخ لا ينزل بطيارته في قلب سفينة انتحاري فقتلوا أكتر من 3400 واحد أمريكي بسبب قمة الانتماء لليابان والعقيدة بتاعته يعني بيحربوا عن عقيدة مش بيحربوا كأنها أرض زي ما نقول كده في المصطلع الحديث لا دي عقيدة هو بيعبد الأرض وبيعبد الأمبراطور والشنتوية مبنية على كده فاضطرت عشان أمريكا توقفهم وكان اليابانيين دول مفتريين إلى أقصى درجة إنهم ضربوهم بالقومة الزرية فلما درب بالقومة الزرية خلاص استسلم الأمبراطور وخلي بالك بقى ما يكون إله ها يستسلم ينضرب ويأخذ عدماغه بأم ولو خلاص استسلم الإله بتاعه لكن دلوقتي التسامح سائد بين البوزية اليابانية والشنتوية وأصبحت هذه العقائد منتشرة حتى وقتنا هذا للأسف يعني عقيدة وسنية فنحمد الله على نعمة الإيه الإسلام ننقل بقى الديانة تانية وثانية برضو إحنا اتكلمنا عن إيه دلوقتي تفكرون الله يباريك فيكم وخدنا فكرة كويسة كده الديانة الفرعونية صابئة المندائية يتاني البرهامية الهندية والشنتوية اليابانية نجي بقى للكنفوشوسية الصينية كنفوشوسية الأسماء دي معلش يتحملونها بقى أنا أملكو ديانة صينية وثانية ترجع إلى فيلسوف اسمه كنفوشوس اسمه كده كنفوشوس هنعرف يعني كنفوشوس الوقت الفيلسوف كنفوشوس ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعيا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم بالإضافة إلى مجموعة فلسفات وأخلاقيات وتصورات خاصة به فعمل مزيد من الآراء القديمة والفلسفات القديمة والعبادات القديمة بالإضافة الأراء هو هذه العقيدة التي حسسها هذا الرجل تقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم وتقديس الملائكة وعبادة أرواح الأباء الأبداء كونفوشيوس ده يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة ولد سنة كام خمسمية واحد وخمسين قبل الميلاد في مدينة تسو ستسمعه أسماء غريبة شوية معلش في مدينة تسو ومدينة تسو مقاطعة من مقاطعات مدينة لو لو زي محافظة وتسو زي مركز لها كونفوشيوس مكونة من كلمتين الأولى كونف أو كونج ودي اسم القبيلة بتاعت وفوشيوس معناها الرئيس أو الفيلسوف أو رئيس القبيلة يبقى كونفوشيوس معناها رئيس القبيلة باللغة الصينية ينتسب لأسرة عريقة جده كان واليا على تلك الولاية ووالده كان ضابطا حربيا ممتازا وكان هو نفسه ثمرت زواج غير شرعي شايف الفيلسوف ديه أهو ابن زينة عجة غريبة توفي والده وله من العمر ثلاث سنوات وقد عاش يتيما فعمل في الرعي تزوج في مقتبل عمره قبل العشرين رزق بولد وبنت لكنه فارق زوجته بعد سنتين من الزواج لعدم استطاعتها إنها تتحمل دقة هذا الرجل الشديد في التفكير والمأكل والملبس والمشرب فما استطعتش أن يتعيش معاه فسبه عمل بقى فيلسوف تلقى علوم الفلسفة على يد أستاذ الفلسوف لوطس صاحب النحلة الطاوية طاوية برضو دي ديانة موجودة في الصين هنعرفها بعد شو كونفوشيس كان بيدعو إلى أخلاقيات كويسة التسامح قناعة يعني حاجات من دي اللي هو اسمه لوطس دي كونفوشيس خالفه بعد ذلك دعيا إلى مقابلة السيئة مثلها ما عليش العكس عليش العكس لوطس استاذ مين كونفوشيس لوطس كان بيدعو للتسامح والعفو زي ما هو في النصرانية كده في مسألة الدعوة وإن كان احنا عرفنا من النصرانية مش حكاية التسامح ولا حاجة اللي يضربك على خدك اليمين دور له خدك الشمال هو كان مسألة التسامح المطلق يعني والقناعة فجي كونفوشيس قالوا لا لازم نقابل السيئة بمثلها احقاقا للعدل فانشأ بعد كده كونفوشيس انشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة وتكاثر تلاميذ وحتى وصلوا لتلات تلف تلميذ بينهم حوالي تمانين شخص عليهم أمارات يعني علامات كده النبوغ أو ما شبه ذلك هو بعد كده اتطور اشتغل بقى مستشار للأمراء والولاء وأصبح قاضي وحاكم ووزيرا للعمل ورئيس للعدل ورئيس الوزراء في سنة ربعمية ستة وتسعين قبل الميلاد في الصين الكلام لما مسك الامرة أعدم بعض الوزراء السابقين وعدد من رجال السياسة وأصحاب الشباب حتى صارت مقاطعة له نموذجية في تطبيق آراء كونفوشوس أو المبادئ الفلسفية المثالية كما يقولون بدأ بقى يتنقل بين البلدان ويحاول يدارس كلامه وكان هو من صفات أنه كان مرح ومؤدب ويحب النكتة ويتأثر لبكاء الآخرين يدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان كان طويلا دقيقا في المأكل والملبس والمشرب مولعا بالقراء والبحث والتعليم إلى غير ذلك من هذه الأمور كان يداوم على تأدية الشعائر الدينية يتوجه في عبادته إلى الله الأعظم أو إليه السماء يصلي صامطا يقرأ أن يرجو إله النعمة أو الغفران إذ أن الصرى لديه ليست إلا وسيلة تنظيم سلوك الأفراد خلي بالك كان بيقرأ أن يطلو من مين من الإله قولك مش معنا بيصلوله أو أستغل وأطلو منه الفكرة دي تشبه حاجة عندنا كده إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فحرمني منها كلام ربع أو أعبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها ولكن أعبدك حبا ليه الفكرة جاية منين من الكون فشيسية هنا أفكار الصفية كلها إحنا قلنا الصفية بيقسم درجات السليكين ثلاثة عابدين ومريدين وعارفين فالعابد اللي هو الإسلام عندنا نحن جعله أدنى وأحط الدرجات لكن المريد اللي بقول لك أنا بعبد ربنا الرب أنا مش عايز منه منفعة والعارف اللي بقول لك أنا من الشيف حد تاني العارف لو نظر في الميلاد تجلى لهم أو لا أفكار كلها مستورة ده زي ما أنتم شايفين من الأفكار الوسانية البائدة انقسمت الكونفوشوسية إلى اتجاهين مذهب متشدد بعد التلام ده بعد كونفوشوس بينفس تعالين كونفوشوس بدقة حرفية تولى منسيوس والاتجاه التاني اسمه المذهب التحليل النص يعني تاخد روح النص زي المذهب بتاع التأويل والمذهب النصي اللي احنا نتكلم عليه وقوله علينا انحنا مذهب نصي وهم مذهب يخبر روح الجوهر اخبرك ازاي بتاع النص يمثله واحد اسمه هزني تسي وينج تسي تحليل واستنباط آراء الكونفوشوسي بدأ نجم الكونفوشوسية بالأفول سنة 1905 في العصر الحاضر يعني حيث ألغي الامتحان الديني الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف يعني ما ألغو الامتحان الديني يعني كان اللي بيجي يتوظف لازم يكون خبير في الكونفوشوسية وفي هذه العقيدة الوسانية الصينية لقوا الكلام دا لما دخلت الشعوعية يعني بعد الثورة الشعبية تحولت الصين إلى النظام الجمهوري مما أدى إلى اختفاء الكونفوشوسية من حياة الدينية والسياسية لكنها بقيت ماثلة في الأخلاق والتقاليد الصينية وفي سنة 1928 صدر قرار بتحريم تقديم القرابيل لكونفوشوس ومنع إقامة التقوص الدينية لأن الشعوعية أصلا بتعتبر الدين إفيون الشعوب لكن لما استولى اليابان على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض الهمم بالعودة إلى الكونفوشوسية الاعتبار دا بتعمل انتماء وطني وتخلي الناس تدافع عن بلدها معتقدات الكونفوشوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد يعبدونها ويعتقدون بإله الأعظم أو إله السماء يتوجهون إليه بالعبادة كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه مخصوصة بالملك وأمراء المقاطعات يعني مش أي واحد من العامة يرح يؤدم قربان للإله لا لازم أمير المقاطعة هو اللي يؤدمه والأرض لها إله يعبده عامة الصينيين والشمس والقمر والكواكب والسحاب والجبال كل واحدة منها لها إله برضو عقيدة وسنية كما تلاحظوا ويقدسون الملائكة وإن كان طبعا تقدس الملائكة بييجي من خلال آثار الدينية الحقة يعني هو يعرف من إني في ملائكة فمعرفت الإنسان بإني في ملائكة لازم تكون من آثار إيه ديانة ديانة حق لأن في ملائكة لأنهم غيب فهم يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين إذن هم صوروا الملائكة في صور محسوسة أعملها تمسيح ويقدس الصينيون أيضا أرواح أجدادهم الأقدمين ويعتقدون ببقاء الأرواح والقرابين عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواعنا الموسيقى ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآلهة المنزل نعم كنفشوز لهل هو نبي الأنبياء لا ولم يدعي هو ذلك بل يعتقدون أنه من الذين وآبتهم السماء وفوضتهم ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم ولا يعتقد السنيون في وجود جنة ونار برضو مسألة الجنة والنار دي مش في حسابهم ولا يعتقدون بالبعث أصلا همهم منصب على إصلاح الحياة الدنيا ولا يسألون عن مصر الأرواح بعد خروجها يعني واحد سأل كنفشوز تلميز من تلمزته بيقول له أخبرني عن الموت فقال له إننا لم ندرس الحياة بعد فكيف نستطيع أن ندرس الموت يعني أنت نخلصنا الحياة لما نبقى ندور على الموت لكنه مات تب السواب العقاب فلسفة السواب العقاب قال له تبقى في الدنيا بس ما فيش حاجة في الآخر اسمها سواب العقاب لكن الغريب أنهم يعتقدون في القضاء والقدر إن في حاجة اسمها القضاء والقدر بيد الإله إله السماء فإن تكاثرت الأسام والذنوب كان عقاب السماء لهم بالزلازل بالزلازل البركية ويعتقدون أن حاكمهم هو ابن للسماء وأنه إذا ما قس وظلم وجانب العد فإن السماء تصلت عليه من رعيته من يخلعه ليحل محل شخص آخر عاد الأخلاق هي الأمر الأساسي الذي تدعو لي الكنف الشوسية وهي محور الفلسفة وأساس الدين بيحترم برضو العادات والتقاليد الموروسة محافظون إلى أبعد الحدود يقدسون العلم والأمانة ويحترمون المعامل اللي ينا من غير خضوع ولا استجداء لجبروت ويقوم المجتمع الكنف الشوسي على أساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي يؤدي إلى تنمية روح المحبة بين الأغنياء والفقراء على فكرة في أحيانا بعض العادات والتقاليد اللي بتلاقها في المجتمع اللي موجود في شرق آسيا مش موجود في أوروبا ولا في أمريكا يعني تيك بص تلاقي في مجتمع شرق آسيا أغلب العوام وأغلب الناس محترم ما تلاقيش مرة مشى كده إباحية في الشارع وعندهم العيب والمحافظة على العرض وأشياء كثيرة بيعملوه لكن ما تلاقيش الكلام ده في أين في أمريكا في أوروبا هناك الانحلال الأخلاقي اللي بيصل إلى درجة الإباحية المطلقة مش عيب اللي مرة تمشي في الشارع كده وهي شبهة عارية الأمور عندهم عاد حتى بيقوا عندنا هنا في السياحة بيبوزوا الشباب بتاع بلدنا عسبي الله ونعملوه بيبيو كفاية كده على الكنفتشوسية لأن إيه لو عادنا نقرأ في الكلام بتاعهم أو نتعرض له ومس صعب ولا حد لكن نجي نتكلم على البوزية الله لا يكونش طولنا عليك ولا حاجة هانيتين البوزية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندسية ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندسية في القن الخامس قبل الملاد كانت في بدايتها تناهد الهندسية وتتجه إلى العناب الإنسان فيها دعوة إلى التصوف خشونة نبز الطرف المنادى بالمحبة التسامح فعل الخيرات وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني وقد غال أتباعها في مؤسسها حتى أن له وهي نظام أخلاقي وماذا فكري مبني على نظريات فلسفية لكن تعاليم البوزية ليست وحيا آراء وعقائد في طردين أسس البوزية واحد اسمه سدر هارتا أو سد هارتا جتامة سد هارتا جتامة ملقب ببوزة ولد سنة خمسمائة وستين قبل الميلاد ومات سنة ربعمائة وثمانين قبل الميلاد بوزة معناها معناها العالم تلمت بوزة معناها العالم وأيضا يلقب باسم بسكيامونة بسكيامونة أو مونة ما تفرأش عندنا يعني هي كلها تفرأ عند الصينيين إنما عندنا ولا عند الهنود إنما عندنا ما تفرأش كتير معناها المعتكف بسكيامونة معناها المعتكف نشأ بوزة في بلدة على حدود النبال والنبال لدولة بجوار الهن كان أمير مطرف شب في النعيم وتزوب في سن 19 من عمره فلما بلغ سن 26 هجر زوجته منصرفا إلى الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة قرنه كده بين بوزة واللي حصله وبين شخصية إبراهيم بن أدهم في التصوف نفس الخصائص اللي كانت في بوزة كان رجل غني وكان عايش ابن أمير واتجوز وفي منتهى الطرف بعد كده ترك هذا الأمر وبدأ في الزهد وتقشف والخشونة والعيش وما شبه زي إبراهيم بن أدهم نفس الكلام كان أمير ابن أمير وعايش في طرف وخارجي استاد فسمع صوت بي نديع لحسب ما يزعون الصوفية يا إبراهيم ما هذا العبس هلهذا خلقت أم لهذا جعلت فخلعته بودها لراعي وبدأ يعيش حياة التقشف والتصوف نفس الفكرة اللي موجودة عند البوزية انتقلت عند مين؟ عند الصوفي بدأ بقى يعد فترة طويلة من التأمل ورياضة النفس وعزم على أن يعمل على تخلص الإنسان الألامي التي منبعها الشهوات ثم دعا إلى تبني وجهة نظره حيث اتبعه أو اتبعه أناس كثيرون يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله الفكرة جات للنصار خصوصا أن بوذا قبل فترة طويلة ويعتقدون أنه المخلص للبشرية من مآسيها وألامها وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياه نفس الأفكار ويعتقدون أن تجسد بوزة قد تم بوسط حلول روح القدس على العزراء مايا هنا العزراء مين؟ مريض ويقولون أنه قد دل على ولادة بوزة نجم ظهر في أفق السماء نفس الكلام على ولادة يسور ويقولون أنه لما ولد بوزة فرحت جنود السماء ورطلت الملائكة أنشيد المحبة للملوك أو للمولود المبارا نفس قصص تتشابه مع النصارى في هذه الأمور وبعد كده صعب للسماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض ويؤمنون برجعة بوزة ثانية إلى الأرض ليعود السلام والبركة إليها اهرأت يا أخوانا في الكلام دي يعني ده الشيء اللي هو الأساسي والعلى في مسألة التدريس مثل هذه الأمور عشان الأخ يعرف أصول العقائد الوسانية التي تسربت إلى الأديان وإلى الفرق الضال لكن هو دايما بيدعو إلى الفقر وطاق الغنى وحمل النفس على التقشف والخشونة والتحزيل من النساء والمال والترغيب في البعد عن الزواج وعدة أمور فرضها حوالي تمانية يجب على الشخص أن يلتزم بها عشان يسلك هذا المسألة من وصايا بوزة قوله لا تقضي على حياة حي لا تسرق لا تغتصب لا تكذب لا تتناول مسكرا لا تزني لا تأكل طعاما ناضجة في غير أواني لا ترقص ولا تحضر مرقسا ولا حفل غناء لا تتخذ طبيبا ولا تقتني فراشا وثيرا يعني فراش غالي يعني لا تأكل ذهبا ولا فضة هذه أفكار البوزيين التي تسربت إلى النصرانية وإلى الصوفية مكانه فين بقى احتفظت البوزية ببعض صورة الأولى في منطقة جنوب أسيا في سيلان وبرما أما في الشمال وعلى الأخص في الصين واليابان فقد ازدادت تعقيدا لأن البوزية اختلطت بالشنتوية والبراهيمية والكنفشوسية وحصل فيه خليط من الأفكار ما تعرفت في صلة عن بعضها لكن هي بصورة خالصة لها في سيلان وبرما لهم كتب مقدسة شعار البوزية عبارة عن كوس نصف دائري في وسطه قائم ثالث وعلى رأس ما يشبه الوردة وأمام هذا التمثال صورة مجسمة لجرة الماء وبجوارها فيه ليتربعوا عليه أعد على الفلد بوزة في لباسه التقليد عدد اللي بيديونه بالديانة البوزية في العالم ستمائة مليون نسم طبعا عدد كبير مش هين ستمائة مليون ايه نسم لهم معبض ضخم في كاتمندو بالنبال على فكرة كان فيه أصدقاء لنا من النبال بيدرسوا معنا في الجامعة الإسلامية في المنورة وكانوا يحكو لنا على الحاجات دي وإحنا نستغرب ويقول لي سبحان الله يعني أنتم عندكم حاجات زي كده وبالرغم من كده فيه ناس مسلمين موحدين بيحربوا هذه الأفكار هناك لكن طبعا هم هناك أكثرين الجماعة اللي عليها الدور اسمها السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام الهندسية وأحنا اتكلمت وأشرت إليها ولها دور كبير أنا أترك لكم إن شاء الله عز وجل إن كنتوا تقرؤوها بالتفصيل موضوع السيخ يعني حتى على الأقل تاخد فكرة عنه كده طيب الديانة الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد تقوم في جوهر فكرتها على العودة إلى حياة الطبيعية والوقوف موقفا سلبية من الحضارة والمدنية قل لك يعني ابعدنا عن التطاو مؤسس الطاوية واحد اسم لوطس الذي كان ميلاده عام 507 قبل ميلاد وهو صاحب مذاب الطاوية التي ترجع بعض معتقداتها إلى زمن صحيق لهم أدب فلسفي وديني سري قسم منه يعود إلى القرن الرابع والقرن الثاني قبل الميلاد ويركز على إقناع الحكام وقسم يبدأ منذ نهاية القرن الثاني الميلادي ويمسل حركات دينية منتظمة وينتقل من الشيخ إلى تلاميذ من أداء القسم المحافظة على سريته الإله لديهم ليس بصوت ولا صورة أبدي لا يفنى وجوده سابق وجود غيره وهو أصل الموجودات روحه تجري فيها ويعتقدون أن طاو هو المطلق الكائن وهو مراد الكون وأنه ليس منفسع الكون بل هو داخل فيه دخولا جوهريا إن بخقت عنه جميع الموجودات خلي بالك يا أخواننا الأفكار اللي أقولها دي كلها بتأسس لفكرة وحدة الوجود وارتقاء النفس وعلوم النفس لغاية ما النفس تصل إلى قوة تشعر بطلاقة وشدة كقوة الإله شوف الفكرة هنا يعني في ديانة طوية إن بسقت بيقوله هنا هو إن الإله عندهم الشخص بيسمه بيسمه لغاية ما يصل لدرجة بيحس بقوة شديدة جدا جدا القوة الشديدة انبساقه إحساسه بنفسه إيجابيته إن هو نفسه ممكن يصل لدرجة الإله يعني يغير اللي هو عايز يعمله ما يريده يحققه لأن هي دي الفكرة اللي بنيت عليها حقيقة التنمية البشرية اللي هي العقيدة الطوية دي إن الشخص يحس من نفسه إن قوي ولك أنا قوي وأنا جامد وأنا كذا وأنا كذا وأستطيع نعمل كذا وكذا لغاية ما يصل لدرجة يحس كأنه إله أو إن كل حاجة في إيده كل حاجة أتحقق ما فيش حاجة اسمها مستحيل يعني كل ما يريده ويتمنى فيصل إلى درجة يؤمن فيها بوحدة الوجود إذ أن الخالق المخلوق شيء واحد لا تنفصل أجزاؤه وإلا لقى الفناء وتعد نظرتهم إلى الإله قريبة جدا من مذهب الحلولية الذي يذهب إلى إن الخالق حالي في كل الموجودات أنتوا فهمتوا أساس فكرة الطوية اللي هي مسألة إحساس الإنسان أقول لك أنا ببعد عن المدنية والحضارة والكلام من ده لا الإنسان في داخلي قوة ذاتية يستطيع أنه يسمو ويعلو بإحساسي وإدراكي في أن يتحمل أشد الآلام فممكن لو أنت غرصت فيه سهم أو سكينة ومحسش بحاجة يصل فهلا أنه حسس بقوة القوة إلهية خارقة يسمو فيها الشخص إلى درجة الألوهية اللي هي فكرة وحدة الوجود وأن الخالق هو المخلوق تعالى الله عز وجل عما يقوله العقيدة دي للأسف منتشرة وبشكل كبير في تيوان وبعض الكهنة يمارسون تقوصا معينة في منسابات الدفن والزواج لولادة ومعالجة المريض وذلك بإدخال خلي بالكواب كده بإدخال إلى غرفة هادية يقضي فيها بعض الوقت متأملا منشغلا بدنوبه كما يقوم بعضهم باستعمال وسطاء الذين يسترخون في سبات ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء الآلهة أو الأموات أو الأقارب يقول لك ركز ادخل وركز ركز حط عينك في مكان معين وركز أوي وقعد ركز 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 يقول لك ممكن منشد التركيز إنه ممكن يفلأ لك حجر يكسر لك مش عارف إيه إلى غير ذلك كل الأفكار الوسانية دي جاية من عقائد وسانية قديمة زي العقائد الطوية دي وصدرت إلينا بعد كده وأصبحت التنمية البشرية اللي بيجي فيها للفضائيات إخوانا كثير وحرق البخور موضع أساسي لكل عبادة طوية فضلا عن استعمال الخناجر والماء المسحور والموسيقى والأقنعة والكتب المقدسة وإذي طبعا انتشرت في أمريكا الآن كثيرة جدا وقمت لها جامعات ومدارس تحت مسمى البرمجة العصبية والتنمية البشرية ويجب على الطاوي المتصوف أن ينظف نفسه من جميع المشاغل والشوائب ليوجد في داخلي فراغا هو في الحقيقة الامتلاء نفسه وذلك بالوصول إلى الحقائق المجردة اللي هي فكرة الحقيقة والشريعة عند مين عند الصوفي وأعلى مراتب التصوف الطاوي لأن التصوف مش بس موجود في الإسلام كفرقة لا التصوف أصلا مذهب طاوي قديم قبل ما يظهر التصوف عندي نحن انتقل من الطاوية إلى بعض الزهاد عندنا عن طريق الفلسفات اللي ترجمت وظهر عننا التصوف بمفهومه المعروف لكن هو أعلى مراتب التصوف ومرحلة الوحدة التامة بين الفرض والقانون الأعظم اللي احنا بيقول عليه الصوفية بيقول للنسان يعني يفضل يرتقي يرتقي إلى أن يصل إلى أعلى درجات العارفين وهي الحقيقة اللي بيصل فيها إلى الفناء عن وجود السوى زي ما عرفنا بكيب وذلك بحصول اندماج بين المتصوف والذات العالية لتصير شخصية واحدة وإذا ارتقى الإنسان إلى المعرفة الحقة عندها يستطيع أن يصل إلى الحالة الأثيرية حيث لا موت ولا حياة بيقول لك بقى إنسان أبدي بقى في قدرات خارقة ويستطيع أنه يعمل العجب والمعجزة اهتموا بطول العمر لهم الطويون دول والتقدم في السن دليل على القداسة وادعى بعضهم إمكانية أنه يطيل عمر الشخص مئة السنين يعني الديانة الطوية ما تزال حية في الثقافة الصينية يعني يتلاقى في الصين وماليزيا بعض نواحي ماليزيا وبونجيانج وسنغافورة وبانكوك واليابان من أوسع البلاد علما بالطوية في أيامنا الحالية أما تايوان فهي أهم ملجا للطوية في القرن العشرين بسبب الهجرة الطوية إليها في القرنين السابع عشر والثامن عشر هذا أماكن هذا أماكن وجود هذه الديانة الوسانية المسمى بالطوية بقي الحديث عن الزردشتية الزردشتية هي ديانة المجوس ويطلق عليها المانوية والثنوية الزردشتية المجوسية نسبة إلى واحد اسمه مجوس مجوس نفسه اسم راجل أو اسم القبيلة فارسية كانوا يعبدون النار وقد أتى زردشت فحددها اللي هي العقيدة دية يعني وأزهرها وزاد فيها فالمجوسية أسبق من الزردشتية المجوسية اللي هي موجودة في إيران إيران بلد المجوس وزردشت ابن يور شبء المولود في القرن السابع قبل الميلاد مؤسس هذه الديانة المسمى بالديانة الزردشتية أو المانوية طيب يقولون بإلهين اثنين النار إله الخير وفيه إله للشر اللي هو الظلمة النور والظلام وقد تأثروا بعض الديانات الهندية فقالوا بتناسخ الأرواح وكان لهم أثر كبير في ظهور بعض الحركات الباطنية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفرق الإسلامية زي القرامطة والنصيرية ودروز والأفكار الهدامة دي كلها تسطروا بحب آل البيت لهجم الإسلام من الدافر كان منهم عبد الله بن السابع المجوسي أصل الباطنية في الأمة الإسلامية وبلوله المجوسي اللي قتل أمير الموني عمر بن الخطاب عدد المجوسي الزردشتية في العالم الآن أكثر من 300 ألف نسبة ألف نسبة يعيش أكثرهم في إيران موزعين على مدن طهران وكرمان وأصفهان ويوجد عدد قريب من ذلك في الهند ومنهم أقلية باكستان ودول أوروبا وافريقيا وأمريكا مع ملاحظة العدد الحقيقي غير معلوم بالدقة لأن بعض هؤلاء أو كثير منهم بيخفي انتماءه إلى هذه العقادة أما عقائدهم الثنوية القول بلهين غير متسويين وهما إله النور وإله الظلمة وأن الأصل هو إله الخير ولا يزدر عنه إلا ما هو خير ونتيجة لوجود الشر فقد جعلوا إلها آخر وهو إله الظلمة الذي يزدر منه الشرور يؤمنون بتناسك الأرواح وانتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق حي إنسانا كان أم حيوان يقدسون النار ويؤمنون بالرجعة وفكرة الظهور وانتشار العدل بعد الرجعة عندهم أعياد كثيرة منها عيد النايروز عيد بداية العام وآوانه الاعتدال الربيعي ولا يزال عيدا قوميا لحظة حكادي عيد النايروز ده عيد المجوس العيد القومي في إيران لغاية النهاردة بداية السنة الفارسية اللي فيه أجازة رسمية في إيران لغاية النهاردة لكي نقول لكم دول مجوس مهما قالوا إحنا شعرة أهل البيت أو غير ذلك لكن الديانة دي كان في وقت من الأوقات انعدمت تماما أباني الفتح الإسلامي في عاد عمر الخطاب عشان كده حقدوا عليه حقدا شديدا حتى قتلوا في ديانة أو النحلة خلينا نقول اسمها المهاريشية نحلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنتي بس المهاريشية دي نحلة هندوسية دهرية ملحدة انتقلت لأمريكا وأوروبا متخذ ثوبا عصريا من الأفكار التي لم تخفي حقيقتها الأصلية تدعو إلى طقوس كهنتية من التأمل التصاعد التجاوزي بغية تحصيل السعادة الروحية اللي هي نفس أفكار العقيدة الطاوية بأن الشخص يتأمل لذلك ما يحس بنفسه أنه قوي جدا 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 اسمها المهاريشية دي الغريب في الأمر أن اللي تبنى هذه الفكرة الصهيونية والمسونية ونشروها في أغلب البلاد الإسلامية حتى ما خلت بلد في العالم من المهاريشية وحاولوا يدخلوها مصر والكويت والسعودية والإمارات تحتاج إلى هذه المهاريشية إلى بسط وإلى شرح لكن اللي عايزين نقوله أن المهاريشية هي في حقيقتها الحاد يظهرون للناس أهدف براقة تحت مسألة التأمل والتنمية البشرية ومسألة البرمجة العصبية والتطور وبيحاولوا يلبسوا الدراسات الإنسانية المعاصرة في هذه الأفكار الوسانية المنحطة اللي ناشئ عن الطوية والبوذية والأفكار اللي مبنية على وحية الوجود للأسف إنها انتشرت بشكل جماعي في جذب الشباب ولا يؤمنون بواحي ولا شيء من هذا القبيل ودعت الشباب في العالم أغلب الشباب المنحل اللي هو من أصحاب الطبق اللي ولا طبقة راقية إلى عدم العمل وترك الدراسة والتخلى على ارتباط بالأرض والوطن ما فيش عندي المهاريشي أي عقيدة على الإطلاق غير إن انت تلبي كل متطلبات الجسد من شهوات وإباحية وشزوز ولوات ومخدرات وبيساعدون في تطبيق هذه الأفكار وانتشارها في البلاد الإسلامية ولذلك في أمريكا عندهم نوازح حيوانية طبيعية وبينشئوا مواقع إباحية وقنوات إباحية بكل الآيم وراء هذه الأفكار كلها المهاريشية قنوات فضائية بيدفعلوها ملايين الملايين للشزوز الجنس فقط والإباحية المطلقة ويدعموها بأموال المخدرات وغير ذلك يحسون شبابهم على استخدام المخدرات كالمريجونة والأفيون حتى تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في بحر من السعاد الموهوم ويلزمون أتبعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي اللي أسس هذا الطائفة وعدم الخضوع إلا له إذ أنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شيء طبعا قامت الدنيا ولم تقعد في البلاد الإسلامية في حرب المهاريشية وأكدوا جميعا على أنها تعمل بأيد خفية من الصهيونية والماسونية وفي عام 1971 أنشأ زعيمهم المهاريشي جامعة كبيرة في كاليفورنيا سمها جامعة المهاريش العالمية ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل مذهبه في أكثر من ستمائة كلية وجامعة في أنحاء العالم تصوروا يا أخوانا؟ حتى أصبحت المهاريشية دولة سرية خفية مقرها في سويسرا ولها دستور ووزراء وأتبعها لديهم سر وطائلة واستثمارات في مختلف أنحاء العالم للأسف لهم كتب مطبوعة بماء الذهب يمتلكون أكبر المصانع والعقارات في أوروبا اشتروا قصر بورج منتمر منتمر في بريطانيا وعسسوا فيها عاصمتهم الجريدة دولة مهاريشية كبيرة جدا جدا لها قصور ولها وزراء نظموا دورة لموظف وزارة المواصلات في الكويت في فندق خليتون والغريب في الأمر يا أخوانا أنها انتشرت في البلاد الإسلامية كل البلاو اللي جاي في البلاد الإسلامية مخفية جاي تحت مسمى البرمجة العصبية والتنمي البشرية وكلها مردها إلى الجامعة العالمية المهاريشية دي اللي بقول إحنا لنا انتشار في جميع دول العالم ستمائة جامعة وكلية لها صلة بالمهاريشية طيب المهاريشية حتى لا شفناش مهاريشية دي يا شيخ لكن شفت التنمية البشرية بتدرس بطريقة جنونية مسيكها الأخ اللي بيسمي الأخ اسمه براهيم الفئي وواحد تاني اسمه صالح الراشد هنتكلم عنهم بالتفصيل لأن دول فعلا كانوا سبب من الأسباب في انتشار الفساد لدى الشباب والفكر الوسني دون أن يشعروا وللأسف أن الأخونا الفاضل اللي ماسيق قناة الرحمة فاتح الباب على مصر عيه لحقيقة التنمية البشرية اللي أعد بيكلم فيها لأنه بيخدم المسلمين وهو بيخدم المهاريشية في العالم للأسف عقيدة باطلة وسنية تنتشر بين أبناء الأمة الإسلامية أقول لك ده حينفع الناس وحيرفع منطقاتهم طبعا إحنا بنعذروا في ذلك إنه ممكن ما يشفهم الحكاية دي ولا عنده درية بها إنما القصد هذه المهاريشية ويرجعوا له في الكتاب حتلاقوا إن شاء الله تفصيل يطول وأنا طبعا أكتفي بذلك لأن حسنا طولت وأثقلت فاعذروني في هذه المحاضرة على الأسماء والأشياء المؤزية للأزان لكن لا شك إنها هتفيدنا وتقوي عقيدتنا إن شاء الله عز وجل السلام عليكم وطلع الله وبركاته الحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوفي بلغة الفناء عن وجود السوى عند البعض والفناء عن وجود السوى عند أغلبهم الرجاء توضيح ذلك لا الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى الأخ يرجع له في دورة منة الرحمن اللي نحن شرحنا الكلام ده بالتفصيل وكفاية كده أول الله يبري فيه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كتر للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا كتاب الله شيء سواه يمذبنا كتاب الله شيء سواه يمذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فاللعمل لحن بمنهجه هيا يعرب ألم بنا فاللعمل لحن بمنهجه هيا يعرب ألم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا